الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الحادي عشر من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء سؤال رجل من اهل الطرق الصوفية امام مسجد وقف يوما يوم الجمعة خطيبة وقال لا نقول الله فوق ولا تحت ولا شمالا ولا يمينة ويدعو الناس للتوسل بمخلوقات الله مثل الانبياء والاولياء ويقرأ على اناس كانوا لا يؤدون فرائض الله وكانوا يخربون بيوت الناس ويمشون في الشوارع يصيحون ويضربون الناس ويقول عنهم انهم اولياء الله هل هذه هي وحدة الوجود والحلول وغير ذلك من البدع الكثير فهل هذا يصلى خلفه وهل تجوز الصلاة وراء مؤذنه وهل تجوز صلاة الاوقات الخمسة اليومية في البيت ان نصلي وراء هذا الرجل اما الجمعة فيمكننا ان نصلي في مسجد اخر جواب اولا ثبت بالاذلة القطعية ان الله في العلو فوق جميع المخلوقات وقد استوى على عرش استواء يليق بجلاله كما قال تعالى الرحمن وعلى العرش استواء هذه عقيدة اهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم باحسان وننصحك بقراءة كتاب العلو للعلي الغفار لمحمد ابن احمد ابن عثمان ابن قايماز الذهبي فمن قال لا نقول ان الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال فهو بهذا مخالف لما دل عليه القرآن والسنة واجمع عليه المسلمون من عهد الصحابة رضي الله عنهم من اهل العلم والايمان فيجب ان يبين له الحق فان اصر فهو كافر مرتد عن الاسلام لا تصح الصلاة خلفه ثانيا دعوته الناس الى التوسل لمخلوقات الله مثل الانبياء والاولياء دعوة ضاطلة يجب ان ينصح في ذلك وقد صدر منا جواب مفصل في حكم التوسل هذا نصه من توسل الى الله في دعائه بجاه نبي او حرمته او بركته او بجاه غيره من الصالحين او حرمته او بركته فقال اللهم بجاه نبيك او حرمته او بركته اعطني مالا وولدا او ادخلني الجنة وقيني عذاب النار مثلا فليس بمشرك شركا يخرج عن الاسلام لكنه ممنوعا سدا لذريعة الشرك وابعادا للمسلم منفعل شيء يفضي الى الشرك ولا شك ان التوسل بجاه الانبياء والصالحين وسيلة من وسائل الشرك التي تفضي اليه على مر الايام على ما دلت عليه التجارب وشهد له الواقع وقد جاءت ادلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعة على ان سد الذرائع الى الشرك والمحرمات من مقاصر الشريعة من ذلك قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون فنهى سبحانه المسلمين عن سب الهة المشركين التي يعبدونها من دون الله مع انها باطلة لان لا يكون ذلك ذريع الى سب المشركين الاله الحق سبحانه انتصارا لالهتهم الباطلة جهلا منهم عدوانا ومنها نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبول مساجد لان ذلك وسيلة لعبادتها من دون الله ومنها تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية وتحريم ابداء المرأة زينتها للرجال الاجانب وتحريم خروجها من بيتها متعطرة وامر الرجال بغض البصر عن زينة النساء وامر النساء ان يغضبن من ابصارهم لان ذلك كله ذريعة الى الافتتان بها ووسيلة الى الوقوع في الفاحشة قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم الآية وثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ولان التوسل بالجاه والحق ونحوهما في الدعاء عبادة والعبادة توقيفية ولم يرد في الكتاب ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ما يدل على هذا التوسل فعلم انه بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ثالثا الذين لا يؤدون فرائض الله ويخربون بيوت الناس ويمشون في الشوارع يصيحون واضربون الناس هؤلاء من اولياء الشيطان لا من اولياء الله فمن ادعى انهم من اولياء الله فقد كذب وهو منهم ويجب البيان له ولهم بان هذا العمل مخالف لشرع الله ويجب عليهم الرجوع الى شرع الله واذا كانوا لا يصلون فهم كفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رابعا ان هذا الرجل لا يصلى خلفه لا جمعة ولا جماعة بل عليك ان تصلي صلاة الجمعة والجماعة في اقرب مسجد ممكن خلف ايمان ترضاه في دينه وامانته خامسا اما نوذن فلم تذكر لنا عنه شيئا من الامور المخالفة لدين الله حتى نجيبك عن حكم الصلاة خلفه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يمكن التوسل بالقرآن والأيام كأن يقول العبد ادعوك ربي بحق يوم عرفه وما شابهه جواب يجوز التوسل بالقرآن لانه كلام الله لفظا ومعنى وكلامه تعالى صفة من صفاته فالتوسل به توسل الى الله بصفة من صفاته وهذا لا ينافي التوحيد وليس ذريعة من ذرائع الشرك واما التوسل بيوم من الايام كالمثال الذي ذكرته فلا يجوز لانه توسل بمخلوق فهو ذريعة الى الشرك ولان ذلك مخالف للأدلة الشرعية مثل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اخرجه مسلم وصححه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يقول بعض العلماء ان التوسل قضية فقهية لا قضية عقيدة كيف ذلك؟ جواب التوسل الى الله في الدعاء بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم او ذاته او منزلته غير مشروع لانه ذريعة الى الشرك فكان البحث فيه لبيان ما هو الحق من مباحث العقيدة واما التوسل الى الله باسمائه جل شأنه وبصفاته وباتباع رسوله والعمل بما جاء به من عقيدة واحكام فهذا مشروع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم من قال ببركة النبي او ببركة الشيخ او ببركة القرآن هل هو مشرك ام لا جواب اولا التوسل الى الله ببركة القرآن مشروع وليس شركة ثانيا التوسل ببركة بعض المخلوقين مثل النبي صلى الله عليه وسلم من البذع المنكرة لان التوسل من الابادات التوقيفية ولم يثبت في الشرع المطهر ما يدل على جوازه في المخلوقين او حقهم او جاههم او بركتهم وقد صحى الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم القراءة في كتاب دلائل الخيرات للامام محمد بن سليمان الجزولي والمجتمل على احزاب واوراد يومية تتضمن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه مثل يا حبيبنا يا محمد انا نتوسل بك الى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم وايضا اللهم انا نستشفع بك اليه اذ هو اوده الشفعاء اليك عزيز المستمع جاءت اللفظة نستشفع بك اليك وربما كان تصحيفا فربما كان الصحيح اللهم انا نستشفع به يقصد النبي صلى الله عليه وسلم اليك يقصد الله عز وجل استكمل قراءة السؤال وايضا اللهم انا نستشفع به اليك اذ هو اوده الشفعاء اليك ونقسم به عليك اذ هو اعظم من اقسم بحقه عليك ونتوسل اليك اذ هو اقرب الوسائل اليك واشرافهم جرثومة جواب اذا كان الواقع ما ذكرت من اجتمال اورادي واحزاب هذا الكتاب على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستشفاع به الى الله تعالى في قضاء حاجته فلا تجوز لك القراءة فيه لقوله تعالى قل لله وكانوا لا يملكون وكانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله لكتاب الناس وكتاب الى الله تعالى وكتاب الى الله تعالى وكتاب الكلمة الطيب لابن تيمية والوابل الصيب للعلامة ابن القيم رحمة الله على الجميع وغيرها من كتب اهل السنة وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ارجو منكم ان توضحوا لنا الفرق بين المؤمن والمشرك مع العلم ان هناك اناسين يصلون ونصومون ويحجون ويعملون كل اعمال الخير ولكن يتوسلون بالانبياء والصالحين فهل هذا جائز جواب اذا اتى المسلم بمكفر يخرجه عن الاسلام كلاستغاثة بالاموات في شفاء المرضى او في ساعة الرزق او اعطاء الذرية خرج بذلك من ملة الاسلام وحدث ما عمله من صلاة وصيان ونحوهن من الابادات اذا نت على ذلك وان اتى بمعصية لا تبلغ درجة الكفر كالسرقة والتعامل بالربة فامره الى الله ان شاء عفى عنه وان شاء عقبه وبهذا تعمل ان السؤال فيه اجمال فان اريد بالتوسل ما ذكرنا فقد عرفت حكمه وان اريد بذلك التوسل بجاه الانبياء والصالحين وحقهم من دون سؤالهم والاستغاثة بهم فذلك بذعة ومن وسائل الشرك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما قولكم في قول الامام ابن تيمية بين معقوفتين شيخ الاسلام في كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم لم يتنازل علماء الا في الحالف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فان فيه قولين في مذهب احمد وقد نقل عن احمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في منسك المروذي لا يناسب قوله بنعقاد اليمين به لكن ما الصحيح انه لا ينعقل اليمين به فكذلك هذا وقوله ايضا في مجموع الفتاوى واما اذا لم نتوسل اليه سبحانه بدعائهم ولا باعمالنا ولكن توصلنا بنفس ذواتهم لم تكن نفس ذواتهم سببا يقتضي اجابة دعائنا فكنا متوسلين بغير وسيلة ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف وقد نقل في منسك المروذي عن احمد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم جواب ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن ائمة الفقهاء في الموضوع في كتابيه المذكورين لا يختلف معناه وان تنوعت العبارة وبيانه ان ائمة الفقهاء كمالك وابي حنيفة والشافي رحمهم الله قالوا ان الحلف بغير الله مطلقا منهي عنه سواء اكان المحلوف به نبيا ام غيره ولا ينعقد ذلك يمينا وهو القول الصحيح عن احمد رحمه الله واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وقال انه هو الصواب والقول الاخر عنه ان الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجوز وينعقد يمينا وبعض الحنابلة عمم ذلك في الانبياء وينبني على القول بجواز ذلك وانعقاده جواز الاقسام عن الله بالنبي او الانبياء وعليه يخرج حديث توسل الاعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابن تيمية ان القول بجواز الحلف بالنبي وانعقاده قول ضعيف شاذ وكذا ما بني عليه من جواز الاقسام عن الله به وما يناسبه من التوسل به كذلك وما قاله شيخ الاسلام هو الصواب وهو قول جمهور اهل العلم وهو مقتضى الادلة الشرعية والله ولي التوفيق سؤال ما قولكم في رسالة الشيخ سليمان بن سحمان الى الشيخ علي بن عبد الله بن عيسى وفيها قوله في ابطال دعوة من ادعى على انه يجوز التوسل بحق الانبياء والاولياء والسؤال بهم فان الشيخ الاسلام ذكر انه لا يعرف قائلا بذلك ولا يجوز القسم بنبينا صلى الله عليه وسلم الا ما يذكر عن العز بن عبد السلام على تقدير صحة الحديث جواب ما نقله الشيخ سليمان بن سحمان عن شيخ الاسلام بن تيمية من انه قال لا اعرف قائلا بذلك ولا يجوز القسم بنبينا صلى الله عليه وسلم الا ما يذكر عن العز بن عبد السلام على تقدير صحة الحديث نقل صحيح يعرف ذلك بالرجوع الى الصفحة السابعة والثلاثين بعد الثلاثمائة والسابعة والاربعين بعد الثلاثمائة من الجزء الاول من مجموع الفتاوى والمرض بالحديث هنا حديث توسل الاعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم واستشفائه به ان يرد الله تعالى بصره فقد رواه التبنذي والنسائي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابن تيمية رحمه الله انه على تقدير صحته فليس فيه دليل على التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بل فيه التوسل الى الله بدعائه صلى الله عليه وسلم ربه ان يرد الى هذا الاعمى بصره وفيما يلي ما ذكره ابن تيمية من روايات الحديث وكلامه عليها لزيادة الايضاح وقد روا التلمذي حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه علم رجلا يدعو فيقول اللهم اني اسألك واتوسل اليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا محمد يا رسول الله اني اتوسل بك الى ربي في حاجتي ليقضيها لي اللهم شفعه فيي وروا النسائي نحو هذا الدعاء وفي التلمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف ان رجلا ضريرا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله ان يعافيني فقال ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير لك فقال فادعوه فامره ان يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا رسول الله يا محمد اني توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفعه فيي قال التلمذي هذا حديث حسن صحيح ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف ولفظه ان رجلا اعمى قال يا رسول الله ادعو الله ان يكشف لي عن بصري قال فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم اني اسألك واتوجه اليك لنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد اني اتوجه بك الى ربي ان يكشف عن بصري اللهم فشفعه فيي قال فرجع وقد كشف الله عن بصري قال لامام احمد في مسنده حدثنا رو حدثنا شعبة عن عمير ابن يزيد الخطمي المديني قال سمعت عمارة ابن خزيمة ابن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف ان رجلا ضريرا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ادعو الله ان يعافيني فقال ان شئت اخرت ذلك فهو خير لاخرتك وان شئت دعت لك قال لا بل ادعو الله لي فامره ان يتوضى وان يصلي ركعتين وان يدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد اني اتوجه بك الى ربي في حاجتي هذه فتقضى اللهم فشفعني فيه وشفعه فيي قال ففعل الرجل فبارئ فهذا الحديث فيه التوسل به الى الله في الدعاء فمن الناس من يقول هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقا حيا او ميتا وهذا يحتج به عند من يتوسل بذاته بعد موته وفي مغيبه واظن هؤلاء ان توسل الامى والصحابة في حياته كان بمعنى الاقسام به على الله او بمعنى انهم سألوا الله بذاته ان يقضي حوائجهم واظنون ان التوسل به لا يحتاج الى ان يدعوه هو لهم ولا ان يطيعوه فسواء عند هؤلاء دع الرسول لهم او لم يدعو الجميع عندهم توسل به وسواء اطعوه او لم يطيعوه واظنون ان الله تعالى يقضي حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يدعو له الرسول كما يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم اذ كلاهما متوسل به عندهم واظنون ان كل من يسأل الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد توسل به كما توسل به ذلك الاعمى وان ما امر به الاعمى مشروع لهم وقول هؤلاء باطل شرعا وقدر فلا هم موافقون لشرع الله ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله ومن الناس من يقولون هذه قضية عين يثبت الحكم في مظائرها التي تشبهها في مناطر الحكم لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها والحرق ثابت شرعا وقدر بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدعو له ولا يجوز ان يجعل احدهما كالاخر وهذا الاعمى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا قال في دعائه اللهم فشفعه فيا فعلم انه شفيع فيه ولفظه ان شئت صبرت وان شئ دعوت لك فقال دعو لي فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو له فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي ويدعو ايضا لنفسه ويقول في دعائه اللهم شفعه فيا فذل ذلك على أن معنى قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد أي بدعائه وشفاعته كما قال عمر لهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبيك فتسقينا فالحديثان معناهما واحد فهو صلى الله عليه وسلم علم رجلا أن يتوسل به في حياته كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء والمتوسل به الذي دعا له الرسول كمن لم يدعو له الرسول لم يعدلوا عن التوسل به وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأقربهم إليه وسيلة إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله وكذلك لو كان الأعمى توسل به ولم يدعو له الرسول بمنزلة ذلك الأعمى لكن عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى فعضوا لهم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فإنهم أعلموا منا بالله ورسوله وبحقوق الله ورسوله وما يشرع من الدعاء وينفع وما لم يشرع ولا ينفع وما يكون أنفع من غيره وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات وتسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه وهم في وقت الضرورة والمخمصة والجدب يطلبون تفريج الكربات وتسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن في هذا دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه وذلك أن التوسل به حي هو الطلب لدعائه وشفاعته وهو من جنس مسألته أن يدعو لهم وهذا مشروع فما زال المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم وأما بعد موته فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء لا عند قبره ولا عند غير قبره كما يفعل كثير من الناس عند قبور الصالحين يسأل أحدهم الميت حاجته أو يقسم على الله به ونحو ذلك سؤال كاتب هذا السؤال يعتقد عدم جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره إلا ما كان واردا عن السلف كطلب الدعاء منهم أو التوسل بالأعمال الصالحة لنفس الداعي أو بالأسماء الحسنة لله سبحانه وتعالى والصفات العليا ما تعليقكم؟ جواب نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد والثبات على العقيدة الإسلامية الصحيحة حتى نلقاه على ما يحب منا ويرضع سؤال أرجو توضيح قول شيخ الإسلام السابق وهل يقوله على أنه صح عن الإمام أحمد رضي الله عنه أم هو بصيغة التمريض كما هو ظاهر من اللفظ جواب قد وضح معناه في الجواب عن السؤال الثالث أما ما نقل عن الإمام أحمد التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التمريض فلا نعلم له طريقا صحيحا عن الإمام أحمد رحمه الله ولو صح عنه لم يكن به حجة بل الصواب ما قال غيره في ذلك وهم دمهور أهل السنة لأن الأدلة الشرعية في ذلك معهم والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم إنما الطاعة بالمعروف سؤال هل يجوز الدخول في أمر يتطلب الدخول فيه حلق اللحية وعدم التمكن من تأدية بعض الصلوات في أوقاتها وطاعة الأوامر العسكرية فيما حرم الله جواب لا يجوز للمسلم أن يدخل في أمر يستلزم هذه الأشياء أو بعضها لأنها معاصل الله ورسوله وإن أجبر بدون اختياره وأدخل بقوة السلطان فالأمر ليس إليه ونرجو أن يجعل الله له فرجا ومخرجا فهو القائل سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والقائل سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن القوانين المعمولة بها في مصر تجيز للصيادلة الحق في امتلاك صيدليتين فقط وبعض الزملاء الصيادلة لا يكتفون بذلك بل يريدون الاستزادة فممكن أن يكون للصيدلي ثلاث أو أربع صيدليات ولكن يتغلب على ضيق القانون الخاص بتراخيص الصيدليات فيعمد الذي يريد أن يمتلك أكثر من صيدليتين إلى الاتفاق مع صيدلي آخر لا يملك أيها صيدلية أو يملك صيدلية واحدة لإعطائه اسمه على أنه صاحب الصيدلية الثالثة للصيدلي الأول كل شهر أو سنوية فما حكم الإسلام في هذا الاتفاق وهذا المال هل هو شهادة زور أم على سبيل التعاون لرفع الحرج عن مصالح العباد وخروجا من ضيق القوانين الوضعية نرجو الإفادة لا يدوذ الاتفاق المذكور لما فيه من الكذب والزور وغش ولاة الأمور ومخادعتهم في تنظيم روعية فيه مصلحة الرعية ولم يعارض دليلا شرعية ثم أطراف الاتفاق على خطر إذا انكشف أمرهم وعلى هذا فالمال الذي يعطيه من حصل على صيدلية ثالثة بهذا الاتفاق للصيدلي الآخر شهريا أو سنويا مثلا مقابل هذه العملية حرام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إذا كنت موظفا حكوميا فإن النظام الحكومي لا يجيز لي فتح محل تجاري باسمي فإذا فتحت هذا المحل باسم شخص آخر غير موظف وأدير هذا المحل بموجب وكالة شرعية تخولني البيع والشراء وكل ما يقوم به صاحب الاسم وأتحمل مكسبه وخسارته فهل يجيز هذا جواب إذا كان الواقع كما ذكرت فإنه لا يجوز لك ذلك لما فيه من الكذب والمخادعة لولي الأمر والاحتيال عليه في مخالفة ما وضعه محافظة على إدارة العمل الحكومي والذي أسند إليك خدمة للأمة ومراعاة للمصلحة العامة ومنعا للأثرة فإن الشأن فيما ذكرت أن يغلب الإنسان طبعه وحب نفسه ويؤثر مسلحته الشخصية فيؤثر مسلحته الخاصة فيعمل لها أكثر ويبذل فيها جهده ويقصر في عمله ويقصر للمصلحة العامة وهو يظل أنه لم يحصل منه ذلك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الوجه الثاني يبدأ حالا سؤال أهل المؤمن يعمل المخالفات إرضاءا للإمام والناس أفضل أم لاتباع الكتاب والسنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جواب يجب على المؤمن ترك هذه المخالفات ويجب عليه أن يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر معلوم وليس له طاعة الإمام ولا غيره في معاصي الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف وقوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هناك طريقة تسمى بالشاذلية أصحابها لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون وهناك شخص يقولون عنه سيدنا يقولون إنه بمثابة ربهم وهو كفيلهم يوم الآخرة وهو غافر لهم كل شيء يعطونه في حياتهم الدنيا وهؤلاء الناس يجتمعون صباح الاثنين والجمعة وليلة الاثنين والجمعة من كل أسبوع وأبي يجبرني على هذه الطريقة ويغضب عندما يراني صائما أو أصلي ويقول لي هذه العبارة إن سيدنا غافر لنا عن كل شيء ومؤمننا من عذاب النار أي نحن من أصحاب الجنة وطبعا كلام خاطئ لأنه هو شخص مثلهم فما أعمل أرشدني أعلم بأن الله ربي ومحمدا نبي الله ورسوله والإسلام ديني وأقول بأركانه الخمسة إن أطعت أبي أكون بذلك قد خالفت أوامر خالقي وقد قال سبحانه في كتابه ولا تقول له ما أف والصلاة والصيام أو بالأصح بالدين الإسلامي المشروع بكافة الوسائل جواب إذا كان الواقع كما ذكرت من أن والدك ومن معه في تلك الطريقة لا يصلون وأنهم نعتقدون أن سيدهم أو شيخهم بمثابة ربهم يكفل لهم الجنة ويغفر لهم كل ما عملوه من الشر فهم كفار وإذا أمرك أبوك أن تكون معهم ونهاك عن الصلاة والصيام فلا تطاع فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وامتفل ما أمرك الله به واجتنب ما نهاك عنه وصاحب والديك في الدنيا بالمعروف عملا بقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهما على وهن وفصاله في عامين أن اشكرني ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فكن مع المؤمنين الصادقين في اعتقاد ما شرعاه الله وبيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم وفي العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحمل ما ينالك من الأذى في سبيل الله والتزام طريق من أناب إلى الله فإنه خير وأحسن تأويل وينبغي أن تفارقهم خشية أن يضلوك ونرجو أن يهيئ الله لك طريق الكسب الحلال الذي تعيش به فإن الأرزاق بيد الله لا بيد والدك ولا غيره من العباد وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال امرأة لها أب علم بأنها تحجبت عن الرجال فقطعها فما الحكم في ذلك جواب إذا كان الواقع ما ذكر فلا يضرها قطع والدها لها بل لا يجوز له ذلك لأن عملها طاعة لله وترك الحجاب معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهو آثم فيما فعل هداه الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إذا أرادت فتاة أن ترتدي المقاب وهي قرأت أنه فرض ولكن والدها وإنها رفضا وقال لها إن طاعتهما فرض أكثر من المقاب فهل هذا حق وهل معنى ذلك أن نتركها وكيف الرسول يقول من رغب عن سنتي فليس مني وأيضا إن كان واجبا فالواجب كالفرد في المذاهب الأربعة عدا مذهب الإمام مالك فهو يراه بين الفرد والمفل فنرجو الإجابة فإذا كان فرضا فكيف أرتدي وأبي يهددني بأنني لو ارتديت هذا النقاب لخلى عني الحجاب على الملأ لأن هذا النقاب سيثير الشبهة على إخوة الرجال جواب طاعة الوالدين واجبة في المعروف وأما إذا أمر بمعصية فلا طاعة لهم لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف فالتزمي بالحجاب وحاولي إقناعهما وتبيين الحكم لهما ولا تلقي بالا لتهديداتهما واستعين بالله سبحانه على ذلك ثم بالطيبين من أقاربك ينصحونهما لعل الله أن ينفعهما بذلك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم السحر سؤال هل السحر حرام؟ هذا مع العلم لأن الأكثرية من سكان جزيرة كواد لوب حيث أقين يعتقد بالسحر وعلى سبيل المثال تأتي الفتاة بقطعة من ثياب شاب تحبه وتعطيها للساحر الذي يجعل الشاب يقع في حب هذه الفتاة أو بإمكان الساحر الماهر أن يمنعك عن لعب القمار أو التذخين فهذا صحيح وهل يستطيع الساحر القيام بهذه الأعمال؟ جواب السحر هو كل ما دق ولطف وغيره وخفي سببه وهو أنواع مختلفة وحكم الإقدام عليه يختلف باختلاف هذه الأنواع كما يختلف الحكم بوجود حقيقة له في الواقع وعدم وجودها باختلاف أنواعه فيطلق السحر على الفصاحة وقوة البين فإن استعمل ذلك في إظهار الحق وإبطال الباطل فهو مشروع محمود وله تأثير في نفوس كل من ألقى السمع وهو شهيد وإن استعمل السحر في التنويه على الناس وقلب الحقائق فهو من نوع وقد يبلغ درجة الكفر وله تأثير في كل من أعرض عن دينه واستكبر عن سماع الحق وقبوله ويطلق على النميمة وهي من كبائر الذنوب إلا إذا نمى خير ليصلح بين الناس ولها واقع وتأثير في نفس من أصغى إليه ويطلق السحر أيضا على التخيل وإيهام الناظر إلى الشيء أنه يتحرك مثلا مع أنه لا يتحرك حتى يراه الحاضر رؤية وهمية تختلف عن حقيقته ويعتقد على خلاف واقعه مثال ذلك ما فعله السحرة بمشهد من نوسى عليه السلام وفرعون لعنه الله ورميهم بالحبال والأصي حتى خيل للحاضرين أنها تسعى مع أنها ثابتة لم تتحرك فهذا لا حقيقة له بل هو إيهام وتدجيل فالحبال والأصي لم تتحول عن حقيقتها وإن رآها الناظرون في المرأة العين حيات تسعى قال الله تعالى في ذلك يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وقال سحروا أعلم الناس واسترهبوهم وهذا النوع من السحر حرام لما فيه من التمويه والتلبيس واللعب بالعقول وقد يتخذوا مهنة يكسب منها لمن يشتغل بها ويبتز أموال الناس بالباطل وهو من أنواع الكفر الأكبر وهو سحر سحرة فرعون ويطلق السحر أيضا على التعوذ بالجن والاستعانة بهم على مثع إنسان أو إصابته بدر من مرض أو تفريق أو بغض أو حب أو فك سحر ونحو ذلك وما ذكره السائل من هذا النوع وحكمه أنه كفر أكبر لما فيه من اللجوء والاستعانة بغيب الله والتقرب إلى الجن ليحقق الرغبة ومن ذهب إلى من يفعل ذلك من الكهان وصدقه فهو كافر قال تعالى واتبعوا ما تكل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت ومعروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إننا نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ولا تأثير لهذا النوع إلا بإذن الله الكوني القدري لقوله تعالى وما هم بضار دين به من أحد إلا بإذن الله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هو الفرق بين السحر والعين وهل العين تقع في الدين ولها حكم وما هو العلاج للطرفين العين والمعيون إن كان ذلك صحيحا جواب السحر في اللغة عبارة عن ما خفي ولط فسببه وفي الاصطلاح السحر عزاء ورقع ومنهما يأثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار دين به من أحد إلا بإذن الله وأما العين فهي مأخوذة من عانى يعين إذا أصابه بعينه والعين حق كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا وحكمه أنه محرمة كالسحر وأما العلاج للعائن فإذا رأى ما يعجبه فليذكر الله وليبرك كما جاء في الحديث هل إذا رأيت ما يعجبك بركت فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ويدعو للشخص بالبركة وأما المعين فيحصن نفسه بالإيمان بالله والتوكل عليه وخراءة ورد من القرآن والأدعية المأثورة وإذا علم المعين من أصابه بعينه فإنه يشرع له أن يطلب منه أن يغسل وجهه ويديه وداخلة إزاره في إناء ثم يغتسل آل المعين بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يوجد عندنا في بعض القبائل اليمنية أنه إذا كبرت سن المرأة وأصبحت امرأة طائنة في السن يعتقدون أنها إذا نظرت إلى الشاب أو الشاب أو الغلام ذكرا كان أو أنثى فإنها تقبض روحه وإذا شاءت أحيته من جديد هل يوجد لهذا المعتقد سند من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من صحابة رسول الله علما بأن المرأة المتهمة بهذا يخرجها ولدها أو من يعولها من منزلها وطرنا في الشموس المحرقة علما بأن لديهم رجلا يأتون إليه بالنساء الطائمات في السن فيحكم على من يشاء بالبراءة ويحكم على من يشاء بأخذ الأرواح جواب لا نعلم لما ذكرت من فعل المرأة والرجل المذكرين أي أصل في الشرع المطهر ولا يجوز أن يعتقد وقوعه أصلا لأن الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى ولا يعلم الغيب سواه لقوله سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وإن حصل شيء من ذلك فهو نوعا من أنواع السحر الذي يخيل به على عين الإنسان فيرى الأشباح والأجسام على خلاف ما هي عليه في واقع الأمر وهو محرم بإجماع المسلمين ولا يجوز الإقرار عليه بل يجب إنكاره والتحذير منه لأنه من المحرمات الكفرية وهو سحر سحرة فرعون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما المقصود بقوله تعلموا السحر ولا تعلموا به لأن بعض الناس يقول إنه حديث ضعيف جواب يحرم تعلم السحر سواء تعلمه للعمل به أو ليتقيا وقد نص الله سبحانه في كتابه الكريم على أن تعلمه كفر فقال تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب الأهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن السحرة أحد الكبائر وأمر باجتنابه فقال اجتنبوا السبع المبقات فذكر منها السحر وفي السنن عند النسائي من عقد عقده ونفف فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك وأما ما ذكرت من قولي تعلموا السحر ولا تعملوا به فليس بحديث لا صحيح ولا ضعيف فيما نعلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال سمعت إنسانا يقول قال صلى الله عليه وسلم تعلموا السحر ولا تعملوا به فهل هذا حديث صحيح جواب لم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم بل هو خبر الموضوع وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إمرأة مسحورة سحرها أحد رجال السحرة لزوادها فالمسحورة أخذها البنون والساحر قمضه أحد رجال المحكمة المدنية وأقر بأن التهمة حق بعد سير السؤال عليه فما الحد المستحق عليه جواب إذا أتى السحر في سحره بمكثر قتل لردته حد وإن ثبت أنه قتل بسحره نفسا معصومة قتل قصاصا وإن لم يأتي في سحره بمكثر ولم يقتل نفسا ففي قتله بسحره خلاف والسحيح أنه يقتل حدا لردته وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله لكفره بسحره مطلقا لدلالة آية واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية على كفر الساحر مطلقا ولما ثبت في صحيح البخاري عن بجالة ابن عبده أنه قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم يقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث سواحر ولما صح عن حفصه أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمعت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت روه مالك في الموطع ولما ثبت عن جندب أنه قال حد الساحر ضربة بالسيف رواه التنبيل وقال الصحيح أنه موقوف وعلى هذا فحكم الساحر المسؤول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء والذي يتولى إثبات السحر وتلك العقوبة هو الحاكم المتولي شؤون المسلمين ضرءا للمفسدة وسدا لباب الفوضى وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إنني متزوج للامرأة ولي مدة ثلاث سنين ولم تنجب أطفالا وأرغب في عرضها على الطبيب ولا يجب عندنا طبيبة إلا طبيب الرجل فهل يجب له الكشف عليها؟ وهي رفضت الكشف إن أهل زوجتي منعوا من إعطائي إياها أبدا أبدا إلا بغير الحياء وإنهم أناس لا يخافون الله إلا قليلا ويرغبون الفراق بيني وبين زوجتي ونحن كارهون وإذا اشتكيتهم للشرى يجبون زوجتي بعدم قبولي زوجة وهي مجبورة على أمرها أرشدوني للحل الصحيح وأن بعض الناس يقولوا لي إصحرهم وأنا أعرف أن من أتى ساحرا فصدقه فقد أشرك بالله إنني محتر في هذا الأمر هل أروح لبعض الصحراء أم ماذا أفعل؟ أرشدوني وفقكم الله للحل جواب يجوز أن تعرض نفسها على الطبيب المختص لمعرفة موانع الحمل إن لم يتيسر وجود طبيبة مختصة بشرط أن لا يخلو بها ثانيا ما بينك وبين أهلها من خلاف على نقلك لها منهم إلى مقر عملك فهذه من نسائل الخصونات التي يرجع فيها إلى المحاكم ثالثا قولك إن بعض الناس يقولوا لي إصحرهم إلى آخره فهذا القول منكر فضيع لأن السحر حرام تعاطيه وحرام طلبه وحرام تصديق أهله بل هو من أنواع الكفر الأكبر لما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية المبينة والتي تبين أن فعله وتعلمه كفر ومن ذلك قوله تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ويعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت ومعوت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفدقون به بين المرء وزوجه الآية والله أعلم وصلى الله على مبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إذا جعل أحد عدوه مجنون فهذا المجنون إذا عمل عمل الشرع وقتل نفسا أو غير ذلك من الأذى فهذه الذنوب على من أو هذا يسأل من في يوم القيامة على المجنون أو على عدوه الذي جعله مجنون أو على من سحره الذنوب على من من هؤلاء الثلاثة أعلم بأن عدوه المجنون لم يجعله مجنون بنفسه بل هو استأجر أحد السحرة لوجعله مجنون جواب يحرم التسبب بإيذاء الغير وإيصال المضرة له ومن تسبب في ذلك فعليه من الإثم بقبل ما اكتسب كما أنه يحرم الذهاب إلى الساحر لاستئجاره لإصابة شخص وفعل الساحر هذا يعتبر كفرا لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إننا نحن فتمة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفدقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وعليك التوبة والاستغفار وعدم الذهاب إلى الساحر مرة أخرى وتجنب إيذاء الناس وكلاهما آثم إثما عظيما الساحر والمستأجر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال رجل تزوج امرأه وهي في غاية المودة وصادق المحبة وبعد مدة أبغضته ضغضة شديدة بلا سبب وقد قيل إن هذا من فعل السحرة وجاءه بعض الناس وأمره أن يذهب إلى شخص أرضي يعمل هذا العمل لكي يتغلب على ما مكروا فيه وقال إن هذا يعتبر دفاعا ولحفظ زوجته ومع ضرورة تباح المحذورات وتوقف رجل يمع يعتقد ذلك كفرا فهل لرجل أن يدافع بالسحر لفك السحر إذا ابتلي به أم يسلم الأمر ويصدر وهل يعد الدفاع رد كيد للاعتداء أم يعد كفرا جواب لا يدوز لك أن تذهب إلى ساحر من أجل يحل السحر الذي تجده في نفسك بسحر مثله لأمام قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له رواه التبرمي عن أنران بن حسين وقال المناوي إسناده جيد ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة هي من عمل الشيطان رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد والنشرة هي حل السحر عن النسحور بالسحر وإن يوجد من الأدائية والأدوية المشروعة ما فيه كفاية لإزالة هذا الداء فعلى المسلم أن يعالج نفسه بما شرع الله من الأذكال والأدائية والأدوية الجائزة وعليه أن يتقي الله في نفسه باتباع أمره واجتماب مهيه ومن يتقي الله يجعله مخرجا والله الوفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال من كان به سحر هل يجوز أن يذهب إلى ساحر ليزيل السحر عنه جواب لا يجوز ذلك والأصل فيه ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسنده عن جابر رضي الله عنه ما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان وفي الأدوية الطبيعية والأدعية الشرعية ما فيه كفاية فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي ونهى عن التداوي بالمحرم فقال صلى الله عليه وسلم تداوي ولا تتداوي بحرم ورؤي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الحادي عشر من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش المجمد الأول في العقيدة وكنا مع الأسئلة المتعلقة بالسحر والرد عليها في حكم الساحر وحكم من يذهب إلى السحرة وحكم كذلك من يذهب إليهم لفك سحر بالاستعانة بسحر غيره ولا زلنا مع هذا الموضوع وله بقية على الشريط الثاني عشر الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني عشر من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نتابع القراءة في الأسئلة المتعلقة بموضوع السحر سؤال أهل يجوز للمسلم أن يذهب لأحد من الناس فيسأله عن مرضه فيخبره الآخر بأنه مسحور ثم يطلب المريض منه أن يحل السحر عنه فيقوم بصب الرصاص على رأس المريض في إناء فيه ماء ثم يخبره بأن فلانا قد سحر وهل يجوز أن تسأل امرأة عن ابنها من ستزوج أو تسأل عن ابنها المتزوج هل تحبنا زوجته أو تكن لنا العداوة جواب يجوز للمسلم أن يذهب إلى طبيب أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية أو نحو ذلك ليشخص له مرضه ويعالجه بما يناسبه من الأدوية غير المحرمة شرعا حسب ما يعلمه في علم الطب لأن ذلك من باب الأخذ بالأسباب العادية وقد أنزل الله تعالى الداء وأنزل الدواء عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله ولا يجوز أن يذهب إلى الكهن الذين يزعمون معرفة الغيب ليعرف منهم مرضه ولا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به فإنهم يتكلمون رجما بالغيب أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون وهؤلاء شأنهم الكذب والاستعانة بالجن شرك أكبر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافة فسأله عن شيء لم تقبله صلاة أربعين ليلة رواه مسلم وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإثناد جيد ولا يجوز له أن يخضع لما يزعمونه وإلاجا من صب رصاص ونحوه على رأسه فإن هذا من الكهانة ورضاه بذلك مساعدة لهم على الكهانة والاستعانة بشياطين الجن كما لا يجوز لأحد أن يذهب إلى من يسأله من الكهان من سيتزوجه ابنه أو عما يكون من الزوجين أو أسرتهما من المحبة والعداوة والوفاق والفراق فإن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وبالله التوفيق سؤال ما هو علاج السحر الذي يبيحه الشرع وهل يجوز أن تستعمل الأدوية المهدئة للأعصاب علما أن فيها مادة مخدرة وهي شائعة في علاج الأمراض النفسية وما نوقفنا منها بعد مصحنا لها بأن ما تفعله شرك بالله وبعد أن نقرأ عليها جوابكم إن شاء الله وهل تعتبر مشركة أيما بأنها في حالتها هذه تصب بنوع من الوسواس ولو رأيت حالتها لقلت إنها مجنونة حال اشتداد المرض عليها ولكن إذا خفت عنها الحالة النفسية المرضية تكون من أعقل النساء جواب أولا لا يجوز أن يعالج السحر بالسحر ولكن يعالج بالرقية بقراءة القرآن والأذكار النبوية الواردة في الرقية وبالدعاء وطلب الشفاء من الله وفي الكلم الطيب لابن تينية والوابل الصيب لابن القيم ورياض الصالحين والأذكار النووية للنووي رحمهم الله كثير من الأذكار والأدعية النافعة في ذلك فاقرأ في هذه الكتب وأنثالها لتسترشد بها في نفسك وأهلك ومن تحب ثانيا استمر في نصح والدتك والإنكار عليها مع مراعاة الأدب وصاحبها في الدنيا بالنعروف لعموم قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن إلى قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به عين فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي الآية ثالثا إذا كانت حالتها حين اشتباد المرض كما ذكرت من أنها كالمجنونة فقد يعتبر ذلك عذر فيرجى أن يعفو الله عما وقع منها في تلك الحالة والله الشافي والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يوجد في بعض المناطق من بلادنا بعض الأفراد الذين يعالجون مرضاهم بلحوم السباع والطيذ والدواب سواء منها حلال اللحم أو حرامه فما حكم هذا الصمي سواء كان ذلك مجربا عدة مرات أو غير ذلك أفتونا مأدورين ثانيا ما حكم الذهاب إلى الصحرة والكهان والمنجمين جواب أولا كل ما كان مفترسا بنابه كالأسد والذئب والنمر من السباع وكل ذي مخلب يفترس به كالحدأة والسقر من الطيور وكالحمر الأهلية والبغال من الدواب أكله حرام لما ثبت عن أبي فعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ماب من السباع رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ماب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وهذه الأحاديث مخصصة لعموم الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم نسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به أو يقال إن الأحاديث جاءت لتحرين ما ذكر فيها زيادة على ما كان قد حرمه الله من قبل في الآيات المكية ولما كانت هذه محرمة لم يجز التداوي بها ولا بغيرها من المحرمات أما ما كان حلالا أكله فأجوز التداوي به ثانيا لا يجوز الذهاب إلى الصحرة ولا إلى الكهان والمنجمين ولا تصديقهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافة فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة الأربعين ميلة خرجه مسلم في صحيحه والعراف يعم الكهن والمنجم والساحر وقوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد أخرجه أهل السنن وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنا مسلم كنت مريضا وذهبت عند رجل ساحر وشرح لي أسباب المرض وقال لي أنا أذاوي من هذه العلة بشرط أن تذبح أو تخلط الخمر بغسن شجرة وإلا تموت وأنا مريض قد اشتد علي فماذا أفعل أولا إذا كان الأمر كما ذكر فيحرم الذهاب إلى الصحرة والمشعوذين مما يدعي معرفة الأمراض وأسباب بها بطرق غير عادية لأن ما أمرك به من الذبح لغير الله شرك أكبر والعلاج بالخمر محرم لأن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها ثانيا يشرع لك العلاج بالأدايات الشرعية والأدوية المباحة التي لا محذور فيها شفاك الله من مرضك ووقاك كل مكروه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إذا اتضح لنا أن إنسانا ساحر لإنسان آخر كيف نبتل مفعوله في الشرع جواب طعاة السحر حرام بل كفر أكبر فلا يجوز أن يستعمل السحر لإبطال السحر ولكن يعالج المبتلى بالسحر بالرقى والأدايات الشرعية الواردة في القرآن والثابتة في السنة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرسلت إحدى الأخوات إلى زوجتي بسؤال أنه لما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفك السحر عنه إلا عندما جاءه جبريل عليه السلام وأخبره بما كان كما هو ثابت ما صحيح إذن لما أحد يعمل له عمل يجوز أن يفكه بين معقفتين هذا كلام الأخت السائلة وتقول إن هذا هو الذي فهمته عند قراءتها لتفسير سورة الفلق في ابن كثير أرضي توضيح الصواب جواب لا يجوز حل السحر بسحر مثله وينبغي لمن أصيب بسحر أن يتعالج بالأدوية الشرعية من الرقية بالقرآن من الرقية بالقرآن واستعمال الأدوية والعقاقير المباحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تتداووا بحرام فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء وكذلك له أن يفكه باستخراج ما سحر فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرف مكانه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يقول كثير من الناس إن أحد الرجال معمول له سحر ويذهبون إلى شخص ما لفك السحر فيعمل حجابا وغيره ونجد هذا قد فك السحر فعلا فما رأي سعادتكم وهل الرسول صلى الله عليه وسلم سحر فعلا جواب فك السحر بالسحر لا يدوز وإتيان الكهان أو إحضارهم عند المسحور لفك ما به من سحر لا يدوز وتعليق الحجب والتمائم لذلك لا يدوز ولو ترتب على ما ذكر فك السحر أحيانا ولكن يرقى المسحور بتلاوة القرآن عليه كسورة الفاتحة وآيات الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين ونحوها من سور القرآن وآياته وكذلك يرقى بالأدعية والأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل اللهم رب الناس أزل الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ومثل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شد كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ويكرر ذلك ثلاث مرات لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ونوصيك بالرجوع إلى كتاب الأذكار للنووي وكتاب الكلم الطيب لابن تيمية وكتاب الوابل الصيب لابن قيم الجوزية وداب ما جاء بالنشرة في كتاب التوحيد وفتح المجيد وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سحر ثم شفاه الله من ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال حجت أخت لي مع أبي ومعهم بعض الجماعة من بلدتنا وفي يوم عرفة أتتهم امرأة جنسيتها إيرانية ومعها خيط من حرير وقالت لها وللنسوة اللواتي معها من حج من كن أول حجه هذه فليعقد لعقده بهذا الخيط فقالت أكبرهم وهي قد حجت قبل ذلك أعقده أو أعقدنه فعقدنه والسؤال هل تصح حجت من أعقد هذا الخيط والمرأة الإيرانية تقول إن عندها رجلا مريضا ويشفى من هذا المرض وأختي أمن معها لم تبلغ أبي كي يمنعها أو لا يمنعها لأنها خجلت ومن معها جواب هذا العمل لا يجوز والتي فعلته إذا كانت جاهلة فهي معذورة بجهلها وإذا كانت علمة أنه لا يجوز فإنها تكون آثمة وعليها التوبة والاستغفار ولا تعود إلى مثله وأما حجها فصحيح إن شاء الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل مفذ فيه السحر جواب الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر فيجوز أن يصيبه ما يصيب البشر من الأوجاع والأمراض وتعد الخلق عليه وظلمهم إياه كسائر البشر إلى أمثال ذلك مما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها فغير بعيد أن يصاب بمرض أو اعتداء أحد عليه بسحر ونحوه يخيل إليه بسببه في أمور الدنيا ما لا حقيقة له كأن يخيل إليه أنه وطئ زوجاته وهو لم يطأهم أو أنه يقوى على وطئهم حتى إذا جاء إحداهن فتر ولم يقوى على ذلك لكن الإصابة أو المرض أو السحر لا يتجاوز ذلك إلى تلقي الوحي عن الله تعالى ولا إلى البلغ عن ربه إلى العالمين لقيام الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أسمته صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي وبلاغه وسائل ما يتعلق بشؤون الدين والسحر نوعا من الأمراض التي أصيب بها النبي صلى الله عليه وسلم فقثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما يفعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فقد جاءني رجلاني فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما وجع الرجلي قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن الأعصم قال في أي شيء قال في مشط ومشاطة قال ودف طلعة ذكر قال أين هو قال في بئر ذي أروان قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه ثم قال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين قالت فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته قال لا أما أنا فقد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس شرا فأمر بها فدفنت رواه البخاري ومسلم ومن أنكر وقوع ذلك فقد خالف الأدلة وإجماع الصحابة وسلاف الأمة متشبثا بشبه وأوهون لا أساس لها من الصحة فلا يعول عليها وقد بسط القول في ذلك العلمة بن القيم في كتاب زاد المعاد والحافظ بن حجر في فتح الباري وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم عنوان خوارق العادات وما يظن أنه منها سؤال صبر منذ عام في تايلاند كتاب باسم تنبؤات الرسول وهذا الكتاب ترجمة عن كتاب بالإنجليزية عنوانه إسرائيل والنبوات في القرآن لمؤلف اسمه علي أكبر ولقد أتى المؤلف على جميع أحاديث الملاحم والفتن وأشرات الساعة فأولها تأويلا يخشى منه على عقيدة الشباب المسلم فمثلا الدجال عبارة عن الحضارة الغربية أو الخرافات يأجود ومأجود هي الدول العظمى وعيسى عليه السلام مات وانتهى أمره والداب كناية عن أراضل الناس أو المخترعات الحديثة إلى غير ذلك من التأويلات وقد أجاب ناشر النسخة التايلندية بأن هذه المسائل ليست من العقيدة في شيء ولا فرق بين من يعتقد بها أو ينكرها ولا تؤثر بحال من الأحوال على إيمان المسلم فهل هذا الكلام صحيح؟ وما الجواب على هؤلاء؟ جواب واجب المسلم الإيمان بما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أشرات الساعة وغيرها وقد وصف الله سبحانه وتعالى المتقين في أول سورة البقرة بأنهم يؤمنون بالغيب وأثنى عليهم وبينا أنهم على هدى من ربهم وأنهم مفلحون وهذه الأمور قد ثبت الإخبار بها عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها دل عليه القرآن الكريم فيجب اعتقادها ويحرم إنكار شيء منها أو تأويل نصوصها عن ظواهرها ومن أنكرها أو تأولها فقد ضل عن سواء السبيل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اثنان كرامات الأولياء سؤال هل للأولياء كرامة وهل لهم أن يتصرفوا في عالم الملكوت في السماوات والأرض وهل يشفعون وهم في البرزخ لأهل الدنيا أم لا جواب الكرامة أمر خارق للعادة يظهر الله تعالى على يد عبد من عباده الصالحين حيا أو ميتا إكراما له فيدفع به عنه ضر أو يحقق له نفع أو ينصر به حقا وذلك الأمر لا يملك العبد الصالح أن يأتي به إذا أراد كما أن النبي لا يملك أن يأتي بالمعدزة من عند نفسه بل كل ذلك إلى الله وحده قال الله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ولا يملك الصالحون أن يتصرفوا في ملكوت السماوات والأرض إلا بقدر ما آتاهم الله من الأسباب كسائر البشر من زرع وبناء وتجارة ونحو ذلك مما هو من جنس أعمال البشر بإذن الله تعالى ولا يملكون أن يشفعوا وهم في البرزخ لأحد من الخلق أحياء وأمواتا قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا وقال ولا يملك الذين نادعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ومن اعتقد في أنهم يتصرفون في الكون أو يعلمون الغيب فهو كافر لقول الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض ومن فيهن وهو على كل شيء قدير وقوله سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقوله سبحانه آمر النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيل النبس ويوضح الحق قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقومي يؤمنون وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل صحيح قول بعض المسلمين إن أمراء المسلمين من أولياء الله ولو كانوا من أفسق الفساق؟ جواب هذا القول ليس بصحيح بل الفاسق فاسق سواء كان من الأولين أم الآخرين من الأمراء أو من غيرهم والولي تقدم زمنه أو تأخر ولي فالزمن لا يغير من صفة الشخص ولا من ولايته ولا من فسقه وأولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى كما قال تعالى في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سؤال لقد أخذت كتاب المضني لابن قدامة واندهشت لما رأيت فيه من اختلاف عن مسألة لا بال لها لقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نجتنب من هذا بقوله قد هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم وهو صحيح أن الرسول يقول اختلاف أمتي رحمة لكن ليس باختلاف الذي رأيناه في عصرنا في كتب الفقه أقرأ الصفحة السابعة من كتاب المغني بعنوان ذكر شيء من كرامته حينما أقرأ هذه القطع أشعر كأني أقرأ قصة أسطورية هنبية أو قصة علاء الدين من كتاب ألف ليلة وليلة هذا الشيخ فعل شيئا ما فعله الصحابة الكبار ويمشي على الماء إن هذا من أساطير الأولين كيف يسمح بانتشار هذا الكتاب تحت رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والقصة مثل هذا يهدي الإنسان إلى الشرك بالله أرض منك أن تحذف هذه القطعة من هذا الكتاب جواب أولا ما ذكرته في سؤالك من وقوع خلاف في المسائل الفقهية ليس غريبا فإن من سنة الله في الناس أنه جعلهم مختلفين في مداركهم وعقولهم وفي اطلاعهم على الأدلة السمعية وإدراكهم لأسرار الكون وما أودعه الله فيه من سننه فلا عجب أن يختلفوا في مسائل العلم الشرعية والكونية عقلا وسما بل ذلك هو مقتضى الحكمة واختلاف الخلق والمواهب فليس لك أن تستنكر ذلك لكن المنكر أن يتكلم الإنسان بجهل أو اتباعا للهوى أو بمعصية لرأي من تقلد مذهبه أما من نظر في الأدلة الكونية والسمعية الاجتهادية بإنصاف مبتغيا للحق فهو محمود أصاب أم أخطأ فإن أصاب فله أجران أجر عن اجتهاده وأجر عن إصابة الحق وإن أخطأ فهو معذور وله أجر واحد عن اجتهاده ثانيا ما ذكرته في سؤالك من كرامة المشي على الماء ليس في المغني ولا من كلام ابن قدامة وإنما هو من كلام من كتب ترجمة ابن قدامة وجعلها مقدمة للكتاب للتعريف بالشيخ ثم أنك لم تقرأ نقد أبي طاهر في تعليقه على قصة الكرامة لتستفيد منه ولا تعيب على من نشر الكتاب ثم ذلك ليس بمستنكر وليس من الأساطير فقد وقع مثل ذلك لبعض الصحابة رضي الله عنهم إكراما لهم وإظهارا لفضلهم لاستقامتهم على شريعة الله سبحانه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ثلاثة الكهانة سؤال إننا نعيش في مدينة أهلها لا يتعودون ولا يسمون ولا يقرؤون دعاء لاستفتاح ولا يسكتون في المواضع التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت فيها وكثير منهم يحلقون اللحى خصوصا خطباء الدمعة زيادة على بدع أخرى معادية للإسلام وقد يعملون أشياء أخرى كالكهانة والفتاوى الباطلة من أجل الإرضاء مع العلم أننا أبلغناهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص قضية الصلاة لكنهم رفضوا بكل قوة وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا وهؤلاء الأئمة لا يراعون طاعة الله في تربية أبنائهم إلا من رحم الله وقليل ما هم فمنهم من تخرج فتياتهم سافرات عاريات دون أن يبالين بأن أفعالهن منافية للإسلام وأما الخطباء فهم رادون عن المنكر الذي يعملونه يوم الدمعة من رواية الحديث قبل الخطبة وقراءة القرآن جماعة قبل أن يدخل الخطيب المسجد ويؤذنون ثلاث مرات يوم الجمعة وهذه ظاهرة شائعة في بلادنا وكلهم قد نبهوا من طرق الإخوان السنيين الذين تمسكوا وما زالوا متمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه بعض النقط القليلة التي ذكرناها من البدع التي وجدناها على خلاف ما جاء عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال هل يجوز للمسلم أن يصلي وراء هؤلاء الآئمة المبتدعة؟ هل المنكر للسنة؟ هل المنكر للسنة تجوز الصلاة وراءه؟ وبعض هؤلاء يعملون الفاتحة أي الدعاء جماعة دبر كل صلاة بصوت مرتفع كما يقرؤون الحزب بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب جماعة وديما يقرؤون القرآن في المكارم والحفلات والأعراص مقابل الدراهم كما يقرؤون القرآن في المقابل وفي الجنائز مقابل الدراهم ويشيعون الجنازة بالذكر نريد منكم أن تبينوا لنا بينا شافيا واضحة حتى نكون على بينة من ديننا جواب أولا الحق مع من يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة سواء كانت القراءة في الصلاة أم لا لأموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لكنها يسر بها في الصلاة كالبسمية والحق أيضا مع من يقرأ البسملة سرا قبل الحمد لله رب العالمين في الصلاة وكذا السكوت سكته خفيفة بين تكبيرة الإحرام والقراءة وقراءة دعاء الاستفتاح فيها وكذا السكوت بين نهاية القراءة والركوع ومن قال بذلك فهو مصيب مأجور أجرين ومن خالف فهو معذور مأجور أجرا واحدا إذا كان مجتهدا متحريا للصواب فأخطأ ويجوز صلاة كل من الفريقين وراء الآخر والأمر في ذلك واسع والمشادة أو الخصام فيه لا تجوز ثانيا حلق اللحية حرام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإحفاء الشارب ولمخالفته للفطرة ثالثا الكاهل من يزعم أنه يعلم المغيبات أو يعلم ما في الضمير وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون في الندوم لمعرفة الحوادث أو يستخدمون من يسترقون السمع من شياطين الجن ومثل هؤلاء من يخط في الرمل وينظر في الفنجان أو في الكث ومن يفتح الكتاب زعما منهم أنهم يعرفون بذلك الغيب وهم كفار لزعبهم أنهم شاركوا الله في صفة من صفاته الخاصة به وهي علم الغيب ولتكذيبهم بقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وبقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا الوجه الثاني يبدأ حالا ونبدأه بالإجابة المطولة عن السؤال عن الكهانة من هؤلاء الخطباء الذين يخطبون الناس يوم الجمعة الكاهن من يزعر أنه يعلم المغيبات أو يعلم ما في الضمير وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث أو يستخدمين من يسترقون السمع من شياطين الجن ومثل هؤلاء من يخط في الرمل وينظر في الفنجان أو في الكث ومن يفتح الكتاب زعما منهم أنهم يعرفون بذلك الغيب وهن كفار لزعمهم أنهم شاركوا الله في صفة من صفاته الخاصة به وهي علم الغيب ولتكذي بهم بقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وبقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ومن أتاه وصدقه بما يقول من الكهانة فهو كافر أيضا لما رواه أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنة فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأحاديث في كفر العرافين والكهان ومن صدقهم وهؤلاء لا تجوز الصلاة وراءهم ولا تصح وعلى من صلى وراءهم هو يعلم أن يستغفر الله ويؤيدها رابعا على ولي أمر الأسرة أن يرشدها إلى ما فيه الخير والسعادة لها في دينها ودنياها وأن يؤدبها بآداب الإسلام فإنها رأيته وكل راعي مسؤول عن رعيته وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلكم راع ومسؤول عن رعيته الحديث وخاصة أئمة المساجد وسائر العلماء فإنهم قدوة الناس وإهمالهم في أنفسهم وفي شؤون أسرهم يجرئ غيرهم على الإهمال في الدين وتجاوز حدوده وآدابه فمن فرط في إرشاد أهله وتأديبهم حتى خرجت امرأته وبناته وأخواته مثلا سافرات متكشفات فحكم الصلاة وراءه كحكم الصلاة وراء الفساق كحالق اللحية والصحيح من قولي لعلماء صحتها خامسا قراءة آية إن الله وملائكته يصلون على النبي وقراءة حديث التحذير من الكلام وقت الخطبة والأمر بالإنصات بين يد الخطيب الجمعة قبل بدء الخطبة من البدع وكذا قراءة القرآن جماعة يوم الدمعة قبل مجيء الخطيب إلى المسجد والأذان الأول والثاني بالأدعية والأذكار قبل الأذان الشرعي الذي يؤذن به عند دخول وقت الدمعة من البدع التي انتشرت في البلاد الإسلامية وسكت عنها كثير من العلماء كل هذا من الابتباع في الدين وشرع ما لم يأذن به الله فنسأل الله العافية ونرجوه أن يعين أهل السنة على إنكار ذلك وإزالته حتى يعود المسلمون إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم ونسأله تعالى الأجر والمثوبة لكم على ما قنتم به من إنكار هذه البدع وغيرها من المحدثات في الدين وأيثبتكم على الحق ويعينكم على نصر السنة وقمع البدعة فإنه سبحانه مجيب الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بعض الناس الذين لم يأتي لهم أولاد يرشدهم بعض الناس إلى شراء تيس مثلا ويقولون لون التيس كذا كأن يقول أسود مثلا ويقول اربطه في البيت عندك لمدة كذا ويقولون السبب في عدم وجود أولاد هي جنية يسمونها بالتابعة فيزعمون أنه عند حالة وجود التيس في البيت يمنعها من دخول البيت وعند ذلك يحصل الحم فما حكم هذا جواب لا يجوز ذلك وهو نوع من الكهانة ولا أساس لصحة ما ذكر بل هو كذب وافترأ وصلى الله على مبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يقتدى بالشيخ الذي يدعي علم الغيب على سبيل الخط في الرمل أم لا وهل يجوز أيضا أن يؤكل ما ذبحه ذلك العالم أو مصافحته جواب من يدعي علم الغيب بالخط في الرمل أو فتح الكتاب أو النظر في النجوم أو باستحضار الجن أو نحو ذلك كاهن وقد صحى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك لا يجوز الأكل من ذبيحته ولا الإتيام إليه ولا مجالسته ولا مصافحته لكن يجب أن ترشدوه عسى الله أن يتوب عليه وتنصحوه وتخبروه أن دعوى علم الغيب كفر يخرجه من دين الإسلام وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد هناك شيخ في الباكستان ظاهره الصلاح والله أعلم وهو يقول إنه يعرف الجن الصالحين ويكلمهم عن طريق أحد الأشخاص من من كان بهم مرض الصرع وعولجه وهم يساعدون في إخراج الجن من المصروعين ويقول إنه يملك سجنا بيعاقب الجن المذنبين طبعا عن طريق الجن الصالحين وهم لا يساعدونه في الأعمال الدنيوية الملموسة للإنسان وقال إنه يملك إجازة لتعليم العرب فمن أراد أن يتعلم يعطيه الأذكار التالية آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاعوت واستمسكت بالعروة الوثقة لم تصام لها والله سميع عليم هذا بعد كل صلاة سبع مرات قبل أن يتحرك من مكانه وقبل النوم ينفث بيده الصلاة الإبراهيمية مع سورة الكافرون مع سورة الصمد مع الفلق مع الناس مع أول خمس آيات من سورة البقرة مع الصلاة الإبراهيمية ثلاث مرات وينسح جسمه وذلك لمدة واحد وأربعين يوما وإذا أخطأ يعيد من البداية ثم بعد أن ينتهي يرجع إلى الشيخ فيطلب له جماعة من الجن مكونة من عشرة نساء وعشر رجال يبقون في صحبته وهذه الجماعة يطلبها من مكة المكرمة وطبعا هذه الجماعة هو لا يراها ولا يسمع صوتها ولكنهم يأتمرون بأمره ولا يطيعونه في أعمال الإنسان الدنيوية مثل إحضار شيء أو رفعه أو ما شابه ذلك فقط يحرسونه من الجن وإذا صادف مريضا بالصرع من الجن يقبضون على الجن الذي يقلبه ويقول أيضا إنه إذا أسلم أحد السوجاناء عنده يبعثه مع جماعة من الجن إلى مكة المكرمة فإذا كان صادق يدخل مكة وإن كان كاذب لا يدخلها لأن هناك ملائكة تقف عند أبواب مكة تمنع الجن من الكفار من الدخول فما هو رأي سماحتكم بهذا التفصيل وما هو رأي الدين بالزواج من الجنية وهل الآية فانكحوا معطاب لكم من النساء خاصة بنساء الإنس لأن الله سمى رجال الجن رجالة فهم داخلون في المعنى فهل تكون كلمة نساء أيضا للجن والإنس معه وجزاكم الله خيرا وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت لأن هذا الرجل الذي ذكرتم يعتبر من الكهام والعرافين الذين نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم وإن أظهر الصلاح والعبادة فالواجب نصيحته وتحذيره من عمله وأمره بالتوبة إلى الله من ذلك وتحذير الناس من المجيء إليه وسؤاله وتصديقه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة رواه مسلم في صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم حاشية انظر باب الرقية انتهى روى الحديث الأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أمران ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإثناد جيد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يوجد عندنا رجل يعالج المرضى بطريقة الطب العربي وسأروي لكم ما جرى لي أنا معه كنت مريضة فأدخلني غرفة مظلمة وأخذ يقرأ القرآن وعدة آيات وينادي عن أسماء بعض أولياء الله الصالحين بعد ذلك سمعت كأن طيرا كبيرا دخل الغرفة تسمع صوت جناحيه ولا ترى شيئا نطق بعدها صوتا رفيعا وسلم علي باسمي ولم أشاهد جسما وأحسست بلمس في ظهري أثناء الفحص وكنت أتألم من شدة المرض فقال لي ذلك الصوت اذكر الله وصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد تمام الفحص قال لي إن مرضك كذا وكذا وعلاجه ليس عندي اذهب إلى طبيب الصحة العامة ويجب أن تنام في المستشفى وفذهبت ونمت في المستشفى وشفيت بإذن الله وهذا الرجل له خبرة في نوع السحر حيث هناك أزواج بعد دخولهم لا يستطيعون مباشرة أزواجهم وبعد الذهاب إلى هذا الشخص يخرج لهم بعض الكتب وبها السحر وترمى بذلك بين يدي المسحور ويشفى من بعد استخراج هذا السحر بإذن الله السؤال في هذا الموضوع هل الذهاب إلى هذا الشخص يعتبر شركة مع العلم أنه لا يطلب أجرى جواب هذا من العرافين والكهنة الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم كما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنة فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عند الوضع يتصل المولود له بأحد المشايخ لينظر في طالعه واسمه أي كذلك ينظر في اسم المولود الجديد فإن كان يناسبه سكت وإلا أمر بتغييره وكثيرا ما نجد عندنا أشخاصا مزدوجي لاسم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتغيير بعض الأسماء القبيحة فإذا كان الاسم غير قبيح فهل يجوز تغييره جواب أولا لا يجوز النظر في الطالع بل هو ضرب من ضروب الكهانة ولا يجوز تغيير الأسماء من أجل عدم مناسبتها للطالع لما في ذلك من تصديق الكاهن والعمل بمقتضى الكهانة ثانيا يجوز تغيير الأسماء القبيحة اقتباءا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا حرج في تغييره إذا كان غير قبيح إذا لم يكن ذلك من أجل عدم مناسبته للطالع أو نحو ذلك ولا يترتب عليه ضياء حقوق أحد من الناس وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الإسلام في الذي يستعين بالجن في معرفة المغيبات كضرب المنبل السؤال الثاني ما حكم الإسلام في التنوين المغناطيسي وبه تقوى قدرة المنوم على الإيحاء بالمنوم وبالتالي السيطرة عليه وجعله يترك محرمة أو يشفى من مرض عصبي أو يقوم بالعمل الذي يطلب المنوم ما حكم الإسلام في قول فلان بحق فلان أهو حلف أم لا أفيدونا وقد أجبت اللجنة بما يلي أولا علم المغيبات من اختصاص الله تعالى فلا يعلمها أحد من خلقه لا جني ولا غيره إلا ما أوحى الله به إلى من شاء من ملائكته أو رسله قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقال تعالى في شأن نبيه سليمان عليه السلام ومن سخره له من الجن فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وثبت عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صوعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل بالملائكة كلما مر بسماء قال مالائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن مبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وعلى هذا لا يجوز الاستعانة بالجن وغيره من المخلوقات في معرفة المغيبات لا بدعائهم والتزلف إليهم ولا بدرب مندل أو غيره بل ذلك شرك لأنه نوع من العبادة وقد أعلم الله عباده أن يخصه بها فيقول إياك نعبد وإياك نستعين وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث ثانيا التنموه المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني حتى يسلطه المنوم على المنوم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعا له مقابل ما يتقرب به المنوم إليه ويجعل ذلك الجني المنوم طوع إرادة المنوم بما يطلبه من الأعمال أو الأخبار بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم وعلى ذلك يكون استغلال التنموه المغناطيسي واتخاذه طريقا أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز بل هو شرك لما تقدم ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم ثالثا قول الإنسان بحق فلان يحتمل أن يكون قسم حلفة بمعنى أقسم عليك بحق فلان فالباء باء القسم ويحتمل أن يكون من باب التوسل والاستعانة بذات فلان أو بجاهه فالباء للاستعانة وعلى كلا الحالتين لا يجوز هذا القول أما الأول فلأن القسم بالمخلوق على الخالق لا يجوز فالإقسام به على الله تعالى أشد منعه بل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإقسام بغير الله شرك فقال من حلف بغير الله فقد أشرك رواه أحمد وأبو داود والتلمذي والحاكم وصححه وأما الثاني فلأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه لا في حياته ولا في مماته وهم أعلموا الناس بمقامه عند الله وبجاهه عنده وأعرفهم بالشريعة وقد نزلت بهم الشبائد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وثاته لجوا إلى الله ودعوه لكشفها ولو كان التوسل بذاته أو بجاهه صلى الله عليه وسلم مشروعا لعلمهم إياه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يترك أمرا يقرب إلى الله إلا أمر به وأرشد إليه ولعلموا به رضوان الله عليهم حرصا على العمل بما شرع لهم خاصة وقت الشدة فعدم ثبوت الإذن فيه منه صلى الله عليه وسلم والإرشاد إليه وعدم عملهم به دليل على أنه لا يدوز والذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه استجابة لطلبهم وذلك في حياته كما في الاستسقاء وغيره فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرج للاستسقاء اللهم ربنا إنا كنا إذا أجذبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون يريد بدعاء العباس ربه وسؤاله إياه وليس المراد التوسل بجاه العباس لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه وأعلى وهو ثابت له بعد وفاته كما كان في حياته فلو كان ذلك التوسل مرادا لتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من توسلهم بالعباس لكنهم لم يفعلوا ثم إن التوسل بجاه الأنبياء وسائر الصالحين وسيلة من وسائر الشرك القريبة كما أرشد إلى ذلك الواقع والتجارب فكان ذلك ممنوع سدا للذريعة وحماية لجناب التوحيد وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنا فتاة مسلمة والحمد لله يتيمة من الأبي والأم أبلغ من العمر إحدى وثلاثين سنة عزيز المستمع جاءت اللفظة هنا يتيمة من الأبي وأم ربما تقصد أنها متزوجة والله أعلم وأعمل كما أمرني به الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم بقدر ما نستطيع إن شاء الله نعيش مع جدتي أم لأم من اليوم الأول من ولادتي حتى الآن ومشكلتي جدتي فهي تعمل عرافة أو كهانة وتذبح لغير الله وتأخر الدم من هذه الذبيحة والله أعلم ماذا تعمل به وتطلب من الناس الدجاج وتأخذ منه الريش وكذلك تعمل البخور وتضع فيه قشر السمك وأنواعا من الزواحف وتعتقد في أصحاب القبور وهي تعيش على هذه المهنة وأنا بعدما عرفت الحلال والحرام حاولت أن نحسن إليها وفي نفس الوقت نبتعد عن الحرام ولا نأكل الحرام ولا نساعدة في هذا العمل حتى في استقبال الناس ولكن بدون جدوى لأني أسمع ما قاله الله في كتابه العزيز والرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أرى الناس يدخلون وتعاندون معها حتى دجال وجميع الأهل يصدقونها ويخافون أن يتكلموا معها لأنها تغضب عليهم ويقول لي هذه عوض أمك ولها حقوق الوالدين وإطاعتها لأنها كبيرة وعبارة عن سنوات وتموت لقد تركت الأكل معها وتركت خدمة البيت خوفا من أنني أساعدها على عملها وفي الفترة الأخيرة لا أستطيع أن أتكلم معها حتى السلام لأن حسب ما قرأت لا يطلق السلام على الكافر وقرأت في كتاب لبعض العلماء حتى الورقة أو كوب أمواء لا يقدموا إلى صاحب هذا العمل وبعض الأهل والأخوات في الله قالوا لي إذا أعطتك شيئا خذيه وضعيه في القمامة وإذا أعطتك مالا خذيه وتصدقي به وهذا البيت بيتها ولها الحق أن تدخل من تشاء حتى الرجال الأجانب وهي غبانة علي وتقول لي لا أسامحك وأحاسبك أمام الله يوم القيامة وليس عندي بيت أذهب إليه لعدم وجود محار يخافون الله ولا يوجد رجل مسلم يتقدم لي لأني كبيرة وسمراء انصحني بماذا أفعل واحد ما حكم عملي هذا مع جدتي في عدم خدمة البيت وكلامي لها والأكل معها اثنان هل لها حقوق الوالدين أم لا لأني أخاف أعقاب الله ثلاثة هل نقطع خالاتي وأقاربي لأنهم مصدقون كل عمل وهم يعرفون أنه حرام وأنا أقول لهم هذا مع أنهم يصلون ولكنهم مشركون يذهبون إلى قبور الأولياء والمشعوذين أربعة الرجال الذين يصلون ويذبحون لهذه المرأة هل يجوز أكل ذبيحتهم حتى ولو كانت حلالة خمسة هل يجوز أكل ذبيحة صاحب البدع والمشرك الذي يعتقد في الأولياء وغيرهم ستة ما حكم الدين إذا ذهبت إليهم وأكلت من طعامهم وهم يأخذون منها الطعام وبعض المال سبعة إذا قدمت لي هدية هل أقبلها لحديث أسماء التي قبلت هدية أمها وهي مشركة ثمانية هل يجوز لي الزواج من رجل يصلي ولكن مشرك للأسباب السابقة تسعة أولياء أمري لا يصلون هل لهم الحق في العقد لي على الزواج أم لا وإذا كان لا يوجد قضاء مسلم ماذا أفعل أولا الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبعد يحرم العمل في الكهامة والأرافة للأحاديث الواردة في ذلك ثانين لا يجوز لك مساعدة جدتك في الأعمال المحرمة لا يجوز لك مساعدة جدتك في الأعمال المحرمة ولا مانع من خدمتها في غير معصية الله تعالى لقول الله سبحانه وتعالى في الوالدين الكافرين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة الآية من سورة لقمان ثالثا يحرم الذبخ لغير الله وهو من الأعمال الشركية ولا يجوز الأكل من ذبيحة المشرك رابعا يجوز لك الذهاب لأقاربك لمناصحتهم مما وقع فيه من دعاء الأولياء ونحوه من الأعمال المحرمة خامسا لا يجوز الأكل من طعام كسبه محرم ولا قبول هدية من يكسب هذا الطعام سادسا لا يجوز للمسلمة قبول الزواج من رجل المشرك أو الذي لا يصلي ولا يصح العقد سابعا يتولى عقد النكاح للمرأة وليها المسلم وإذا تعذر فمرجعها القاضي الشرعي وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز أي أم العراف والكاهن الناس وما حكم الصلاة خلف الكاهن الفاسق الذي يدعي علم المغيبات في المستقبل فإنه يوجد طائفة من العلماء في جنوب إفريقية كهان يلبسون على ملايين من ضعفاء المسلمين ويأكلون أموالهم بالسحر والكهن وكتابة التلاصم واستخدام الجن وهنا بعض الهنود والباكستانيين عندهم شعر يزعمون أنه بل شعر يزعمون أنه شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويذجلون به على الناس ومنزرهم في حي الأصل الذي يعرضون فيه ذلك الشعر يدفع ثلاثين جنيها أو مئة جنيها فهل يجوز ذلك فإنما منكره عليهم فأفتونا الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا من يدعي علم الغيب من العرافين والكهان بنظره في النجوم أو في كتاب أو بخط في الرمل أو استخدام جنيه أو نحو ذلك مما ليس من الأسباب العادية فهو كافر بقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله الآية وقوله سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصبا وقوله سبحانه إن الله عنده وإلم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تنوت إن الله عليم خبير وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة رواه مسلم في صحيحه وقوله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وقوله من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه الأربعة والحاكم وقال الصحيح على شرطهما وقوله ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له الحديث رأوه البزار بإسمياد جيد وعلى هذا لا يجوز لمن يعلم حال هؤلاء أن يصلي وراءهم ولا تصح صلاة خلفهم وصلى الله على نبينا محمد انتهى الشريط الثاني عشر من فتاوى اللجنة الدائمة وله بقيه على الشريط الثالث عشر الوجه الأول يبدأ حانا وهذا هو الشريط الثالث عشر من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد الأول العقيدة ولازم مع الأسئلة حول الكهانة وما حولها سؤال هل الكاهن أو العراف إذا مات يصلى عليه إذا كان يصلي أم لا جواب الكاهن والعراف إذا مات وهما على حالتهم المعروفة من دعواهما علم الغيب فإنه لا يصلى عليهما ولو كان يصليا لأن دعواهما علم الغيب كفر أكبر يبطل الصلاة وغيرها وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم التنذير وهو دعاء الجن والشراطين على شخص ما ليعمل به عملا مكروهة كأن يقال خذوه اذهبوا به انفروا به بقصد أو بغير قصد وما حكم من دعى بهذا القول حيث قد سمعت قول أحدهم إنه من دعى الجن لم تقبل له صلاة ولا صيام ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا تتبع جنازته ولو صلى عليه إذا مات جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وبعد الاستعانة بالجن واللجوء إليهم في قضاء الحاجات من الإضرار بأحد أو نفعه شرك في العبادة لأنه نوع من الاستمتاع بالجن بإجابته سؤاله وقضائه حوائده في نظير استمتاع الجن بتعظيم الإنسيلة ولجوءه إليه واستعانته به في تحقيق رغبته قال الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ومعشر الجن قد استكثرت من الإنس وقال أولياؤهم وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فاستعانة الإنسي بالجن في إنزال ضرر بغيره واستعانته به في حفظه من شر من يخاف شره كله شرك ومن كان هذا شأنه فلا صلاة له ولا صيام لقوله تعالى لإن أشركت لا أحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين ومن عرف عنه ذلك لا يصلى عليه إذا مات ولا تتبع جنازته ولا يدفن في مقابر المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أفيدكم علما بأنه في زنبيا رجل مسلم يدعي أن عنده جن والناس يأتون إليه ويسألون الدواء لأمراضهم وهذا الجن يحدد الدواء لهم هل يجوز هذا؟ وأنا قلت للناس هذا ما يجوز والناس يغضبون عليه فأرجو من سماحتكم التكرم بإرسال الفتوى في أقرب وقت الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد جواب لا يجوز لذلك الرجل أن يستخدم الجن ولا يجوز للناس أن يذهبوا إليه طلبا لعلاج الأمراض عن طريق ما يستخدمه من الجن ولا لقضاء المصالح عن ذلك الطريق وفي العلاج عن طريق الأطباء من الإنس بالأدوية المباحة مندوحة وغنية عن ذلك مع السلامة من كهانة الكهان وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافة فسأله عن شيء يمتقبل له صلاة أربعين ليلة رواه مسلم في صحيحه وخرج أهل السنة الأربعة والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وهذا الرجل وأصحابهم من الجن يعتبرون من العرافين والكهنة فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال حصل بين اثنين مفاهمة في مسألة دينية وهي أن أحدهم يقول إنني سمعت أنه إذا كان أحد عنده مريض ووصل إلى طبيب كي يصف له علاجا سواء كان مروخا أو شرابا أو كيا أو حجامة فلا بأس بأخذه والعمل به وإن كان المأتي إليه ساحرة إذا كان الدواء مباحا وإنما الأعمال بالنيات فقال الآخر إنني لا أعتقد الوصول إلى مثل هذا المعروف بالسحر والشعوذة إلا كفرا أو إحباط عمل وإن كان الدواء مباحا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأنه إن أتاه وسأله وإن لم يصدق لم تقبل له صلاة أربعين ليلة أي أحبط عمل أربعين يوم وحيث نحن في حاجة الناسة إلى حل المشكلة أفتونا جواب الذهاب إلى الكاهن والعراف ونحوهما وسؤالهم لا يدوز وإن صدقهم كان أعظم إثم لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة روىه مسلم ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسلم أيضا من حديث معاوية بن الحكم السلمي من النهي عن إتيان الكهان ولما روى أصحاب السنن والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولأحاديث أخرى في هذا الباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بعض الناس يزعمون أنهم يعالجون المجانين بجعل الألفة أو الفرقة بين الزوجين وقد قيل إنهم يدعون للعقيم فارزقه الله ذرية وعندهم من الخرافات ما الله به عليم وأعمالهم واعتقاداتهم والدعاءاتهم ما تخلو من الشرك فلا الحكم فيهم وفينا يذهب إليهم أرجو الجواب وفقكم الله ونفعنا بإنكم جواب لا يجوز إتيان الكهان والعرافين والسحرة ولا سؤالهم عن شيء من أمور الغيب ولا تصديقهم فيما يقولون ولا العمل بآرائهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم في الأحاديث الصحيحة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أحيانا نفقد بعض المال أو الذهب من المنزل ونعتقد أنه سرق ونذهب لأحد الأشخاص ويعرف بالمخبر نشرح له ذلك ويعيدنا خيرا وأحيانا تسترجع المفقود وأحيانا لا فما حكم ذهابنا لهؤلاء الأشخاص الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يدز ذهابكم إليه لأنه كاهن وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهي عن إتيان الكهان ونحوهم وسؤالهم وتصديقهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قلتم في سؤال سابق لي وجوابه برقم ثلاثين في الفتوى رقم كذا وتاريخ كذا في الصفحة الرابعة إن الذهاب إلى المخبر لا يجوز لأنه كاهن أود أن أشير هنا أن الأشخاص الذين نذهب إليهم معروفون بتمسكهم بتعليم الدين الحنيف ولا يقرؤون غير القرآن والأحاديث الشريفة في مثل تلك المسائل التي ذكرتها في سؤال فما حكم ذهابنا لهم جواب مجرد قراءة القرآن والأحاديث لا يعرف به مكان مفقود ولا يسترجع به ومن ذهب إلى من يدعي معرفة مكان المفقود بمجرد قراءة القرآن والأحاديث فهو ملتجء إلى كاهن دجال ولو ادعى أنه صالح متمسك بالدين وقد يتظاهر بقراءة القرآن والحديث الشريف للتبليل والتلبيس وهم في الباطن من الكهنة والعرافين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إنني أسكن في قرية ومعظم أهالي هذه القرية يطلبون الشفاء من الكهنة الذين يقومون بالمعالجة بالطلاصم والحروف المقطعة وبعض الوصفات النباتية التي إن نزجت صارت لها رائحة منتنة جدا ويعالجون أيضا بالحجبة وهي إخفاء المريض مدة معينة تصل أحيانا إلى أكثر من أربعين يوما في غرفة مظلمة وينع عنه الزائرون كما إنهم يكتبون ذبح ذبائح ذات صفات معينة مثل عنز سوداء أو ثور أسود ومعظم سكان هذه القرية إن لم يكن كلهم يعتقدون أن الكهنة يعلمون بمن يذكرهم بسوء ويعاقبونه بالمرض وفقدام العقل كما أنهم يبجعون أسباب بعض الأمراض إلى انتقام الكهن وعفيد سمحتكم أن موضوع تعلقهم بالكهنة غير قابل للنقاش ولن يصل من يجادرهم إلى نتيجة إلا مجرد التعلق الأعمى والآن هل يجوز لي إجابة دعوات سكان هذه القرية وأكل لحم ما يذبحونهم من ذبائح في المناسبات مثل الأعياد والأفراح وهل يجوز لي مخالطتهم والأكل معهم والتعامل معهم وهل ما ذكرته عنهم يخرجهم من الملة أم أنهم معذورون بجهرهم بأمور دينهم جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا إذا كان حال هؤلاء كما ذكرت فهم كفار ومن يأتيهم للشفاء ويصدقهم في كهانتهم فهو كافر ثانيا لا يجوز إجابة دعوة هؤلاء ولا الأكل من ذبائحهم في الأعياد والأفراح وغير ذلك لأنهم كفار فلا تؤكل ذبائحهم حتى يتوبوا إلى الله سبحانه توبة صادقة ثالثا لا تجوز خالطتهم إلا لإرشادهم وبذل النصح لهم وبيان حكم الكهانة وتحذيرهم من إتيان الكهان وتصديقهم وأخيرا يتبين مما ذكر أن هؤلاء الكهنة ومن يأتيهم ويصدقهم خارج من ملة الإسلام بارتكابه ما ذكرته عنهم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال السؤال هذا عن إتيان الكهان وحكمه جواب الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد يحرم إتيان الكهان للعلاج ونحوه حتى ولو اعتقد الشخص أن الشفاء بيد الله وأن ما يعملونه سبب للأدلة الصريحة الصحيحة الواردة في ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لدينا امرأة تؤدي لعبادات جميعها وتتطوع فهي تصلي في آخر الليل وتصلي الضحى وتصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولكنها تأتي هذه المرأة بصفة أنها طبيبة عربية تعالج مرضها من الأمراض النفسية فهل وجوز لها إتيان هذه المرأة وبماذا تنصحونها سؤال الثاني بقول الله أعلم فهي لازم تحدد الإجابة بنعم أو لا فهل يجوز سؤالها مثل هذا السؤال أفيدون جواب يحرم إتيان الكهن وتصديقهم وعليه فلا يجوز إتيان هذه المرأة التي تدعي علم الغيب لأنها كاهنة كافرة ولا يجوز إتيانها ولا سؤالها ولا تصديقها هي وأنثالها ممن يدعي علم الغيب سواء تعاطوا الطب أم لم يتعاطوه لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته أربعين يوما رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنة فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم سؤال إذا تعالج أحد المرضى عند هذه المرأة أو أحد الذين يدعون الطب العربي فإنهم يرون أن هذا المريض سواء شفه أو لم يشف لا مخرج له من عندهم إلا بإذنهم فقد يقولون اذهب إلى كذا أو إلى كذا يحددون له الاتجاه الذي يذهب للعلاج منه وقد ينعونه من الذهاب إلى أحد غيرهم ولو ذهب من غير استشارتهم فإنهم يرون أنهم قادرون على التأثير عليه بأي حال ويخوفونه بإصابته بالمرض أو الجنون ومن الممكن أنه ينتثر لأمره المخافة ضررهم عليه فهل لهم تأثير كما يدعون أرشدون جزيت خيرا جواب لا تأثير لأحد بنفع أو ضر إلا بشيء قد كتبه الله ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أخرجه التلمذي وقال حديث حسن صحيح وقد تقدم فيما سبق أنه لا يجوز إتيان هذه المرأة وأمثالها ولا سؤالهم ولا تصديقهم ولا العلاج عندهم بل يجب الإنكار عليهم ورفع أمرهم إلى ولاة الأمور حتى يعاقبوا بما يستحقون ولا يجوز التسطر عليهم ولا الدفاع عنهم لا أغم ضررهم على المسلمين وتلبيسهم عليهم سؤال لو أراد إنسانا الخروج من عندهم فقد يمنعونه فهل يجوز له إعطاؤهم فلوسا ويبعد عنهم وإذا قدر له البعد عن استعمال أديتهم وعمالهم من هذه فهل يجوز له السلام لسبب معرفته بهم أم يهجرهم مرة واحدة جواب أولا يحرموا إعطاؤهم شيئا من المال مقابل أعمالهم السيئة التي قصدهم من أجلها أما إذا أعطاهم شيئا من المال ليتخلص من شرهم فلا حرج في ذلك ثانيا لا يجوز السلام عليهم ما دامت هذه أعمالهم إلا إذا تابوا منها وأقلعوا عنها بل يجب هجرهم حتى يتوبوا كما يجب الرفع عنهم إلى المحكمة والإمارة والهيئة حتى يعاقبوا بما يستحقون من قتل أو غيره وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال شاء الله عز وجل أن أخذت لك هذه الرسالة والتي أردت فيها أن أطلب منكم بعض الإرشادات والتوضيحات فيما يخص مرضا يسمى السرع أصيبت به والدتي في أول الأمر أصيبت بالجنون فأتيناها بإمام مسجد فاستطاع هذا الأخير أن يخرج ناب داخلها فبقيت تصاب بنفس الشيء لمدة أسبوع وكلما أتيناها بالإمام شفيت بإذن الله ولكن إذا ذهب عادت على ما كانت عليه فشفيت بعد ذلك وبقيت مدة من الزمن ولم تلبث كثيرا فتسكنها جنية أي أنثى الجن وبقيت تقريبا نفس المدة أو أكثر وهي تعاني فأتينا بالإمام مرة أخرى فأخرجها وعادت ثم أتينا بآخر فأخرجها ثم بقيت على هذه الحالة وكلما أصابها شيء من هذا أتينا بمن يخرجه منها وأشير إلى أن ثم مرة ما قبل الأخيرة طلبت مني والدتي وهي مصابة بالجنون أن آتيها بالإمام الذي أخرج ذلك منها بأول مرة فأتيتها به فأخرجها منها وهنا أشار إلي إلى أن الجنية أخبرته أن تلك الحجرة مليئة بالجنون أي الجن فحولناها إلى حجرة أخرى ولكن بقيت وللأسف على نفس الحالة حينئذ طلبت مني أن أحملها إلى أحد الأضرحة فاستجبت لطلبها فلم تجد على ذلك شفاء فأخذناها إلى أحد تجار مهنة فأعطاها بعض التمائم والعقاق أما التمائم فأمرها بتعليق البعض وغسل جسمها بالبعض الآخر بعد أن تضعاهم في الماء وأما العقاقير فطلع منها أن تأكلها وأشير إلى حضرتكم أن البيت الحجرة ما زال فيها دنون والآن أريد منكم واحد معرفة إذا كان فعلي صحيحا أو مخالفا للشرع اثنان أطلب منكم إرشادي إلى ما فيه الخير جواب الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد أولا يحرم الذهاب إلى العرافين والكهنة لسؤالهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافة فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة خرجوا الإمام مسلم في صحيحه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله عليه ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك ثانيا والصحيح أنه لا يجوز تعليق التمائم ثالثا الذهاب إلى الأضرحة طلبا لبركة أهلها محرم واعتقاد أن أهلها يملكون نفعا أو دفع ضر أو شفاء مريض أو مجنون أو نحو ذلك كفر أكبر وننصحك بمعالجة والدتك بالرقى الشرعية والأدوية المباحة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حطن من يستخرج السحرة بطريقة الأرقام مثل واحد وعشرون واحد وثلاثون سبعة وثلاثون ومئة واحد وعشرون ومئة خمسة وعشرون وينظر في هذه الأرقام بطريقة يدعي أنها طريقة سيدنا نونس عليه السلام وأنه كان يستعملها علم بأن هذا الرجل لا يعرف كيف يخرج السحر ويدعي أنه يجلب الأرواح ويستدل بهذه الطريقة على نجم الشخص وإن كان غير مصحور يقول نجمك صفر بعد أن يأخذ اسم والدة المصحور واسم المصحور فهل هذا العمل مشروع ومأثول عن سيدنا نونس عليه السلام أم أنه غير موافق لكتاب الله وسنة رسوله ولم يؤثر عن السلف والخلف وما حطن من يذهب إلى هؤلاء الذين يخرجون السحرة بهذه الطريقة ويعتقدوا صحة هذا العمل مع الدليل جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا كان الواقع من حال ذلك الشخص ما ذكر فهو كاهن وليس هناك دليل على أن هذه الطريقة طريقة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام وليس ذلك العمل مشروع ولا يجوز الإتيان إليه بل يجب الإنكار عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافة فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة رواه مسلم في صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافة فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد رواه الإمام أحمد والأربعة بإسماذ صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود من حديث ابن عباس بإسماذ صحيح وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم ما يفعله بعض الناس بإرسال ثوب أو قموس ببعض الناس الذين يدعون المعرفة وذلك لتحديد الدواء ورصف الدواء بعد ذلك جواب يحرم الذهاب لمن يدعون علم المغيبات ولا يجوز أن يرسل لهم ثوب ولا قميص ولا غيره ويحرم تسليقهم بما يقولون للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يوجد عندنا بقريتنا بعض الناس يأخذون علاجا من عند طبيب ويسألونه عن سبب هذا المرض الذي أصيب الشخص به ويقول لهم سببه كذا وكذا فهل ذلك شرك بالله أم لا أفيدون أفادكم الله جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد مراجعة الطبيب الذي يعالج بالأدوات العربية جائز إلا إذا كان كاهنا فلا يجوز الذهاب إليه ولا العلاج عنده وهو الذي يدعي علم الغيب أو باستعامة بالجن وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كنت قد تزوجت في الثامن من ذي الحجة سنة ثلاث وعربعمائة وألف هجرية والتي تزوجتها ابنة خالتي وفي أول يوم من شهر ربيع من شهر رمضان المبارك سنة خمس وعربعمائة وألف هجرية رزقني الله بمولود سميته نوسى وفي شهر شعبان سنة ست وعربعمائة وألف هجرية أسقطت زوجتي جنينا بعد شهره الثالث وفي ربيع الأول عام سبعة وعربعمائة وألف هجرية توفى الله ولدي نوسى وكما قلت لكم إن زوجتي ابنة خالتي وبعد وفاة ابن نوسى جاءتني خالتي والتي هي أول زوجتي وقالت لي إنها ذهبت إلى رجل عالم بالكتاب وقالت إن هذا الرجل قال لها إن مع زوجتي تابعة أو تبيعة من الجن تقتد أولادها حسدا حقدا من عندها وأن هذا الرجل يمكنه أن يقطع بابر تلك التبيعة أو التابعة من الجن فرفضت ذلك وفي ثالث يوم من شهر شعبان الماضي سنة سبعة وعربعمائة وألف هجرية رزقني الله بطفلة سميتها مستورة ولكن توفاها الله ثاني يوم من ولادتها وأصرت أن نذهب إليه وكذلك أصر معها والدي على أن نذهب إلى ذلك الرجل الذي يقوم بإنهاء تلك التابعة أو التابعة فطلبت منه النهل عسى الله سبحانه وتعالى أن يلهمني والحمد لله الذي هداني إلى أن أقوم بكتابة هذه الرسالة إليكم رضيًا من الله سبحانه وتعالى أن يعفقكم في إفتائنا في هذا الموضوع أعلم بأن هذا الموضوع يسبب لي أرقا دائما جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لقد أحسنت بامتناعك من الذهاب مع خالتك ومن زوجتك إلى الرجل الذي يدعي علم الكتاب لأنه كاهن وأحسنت أيضا بسؤالك أهل العلم للتحقق من الصواب وعليك أن ترخي نفسك وزوجتك ومن ترزق من الأولاد بالرقية الشرعية فتقرأ على كل منهم فاتحة الكتاب والمعاوذات الثلاث قل هو الله أحد وسورة الفلق وسورة الناس تكارل المعاوذات ثلاث مرات وتنفث عقب كل مرة في كفيك وتنسح بهم الوجه وما أقبل من البدن وتدعو بهذا الدعاء وإيذك بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام ومنصحك بشراء كتاب الأذكار النبوية للإمام النووي وكتاب الكلم الطيب لابن تيمية وكتاب الوابل الصيب لابن القيم فإن فيها كثيرا من الأذكار النافعة والرقى الشرعية وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كيف نجمع بين الحديثين التاليين واحد من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما رواه مسلم في صحيحه اثنان من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد رواه أبو داود الحديث الأول لا يدل على الكفر في حين الآخر يدل على الكفر جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا تعارض بين الحديثين فحديث من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد يراد منه أن من سأل الكاهن معتقدا صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه يكفر لأنه خالف القرآن في قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وأن الحديث الآخر من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة أرواه مسلم وليس فيه فصدقه فبهذا يعلم أن من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن صدقه فقد كفر وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم عنوان التنجيم سؤال ما حكم الذين يتوقتون بالنجوم مثل يقول شخص إذا كان هذا النجم في هذا المكان فإنه سوف تأتي أمطار غزيرة جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض بناء الأحكام على مواقع النجوم كما في السؤال لا يدوز وهذا القائل إن أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر فهذا شرك وكفر وإن أن يعتقد أن المؤثر هو الله وحده ولكنه أجر العادة بوجودها عند سقوط ذلك النجم فهذا محرم فلا يدوز العبد أن يثبت ما هو من خصائص الله إلى كائن مسخر لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز والأصل في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم أربعا في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاختفقاء بالنجوم والمياحة على الميت الحديث رواه مسلم في صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في صباح يوم مطير هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب متفق على صحته من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل كلام المنجمين صادق وهل هم يقدرون على أن يعرفوا أي شيء من الغيبيات وهل السحر يؤثر على الإنسان أم لا جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبع المنجمون لا يعرفون الغيبيات وكلامهم فيها لبنين على الظلم والتخمين والكذب فهو محرم لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول الآية إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث أما السحر فقد يكون تخييل لا حقيقة له كما قال سبحانه في قصة موسى وفرعون يخير إليه من سحرهم أنها تسعى وقد يؤثر في المسحور ويضره بإذن الله الكوني القدري لقوله سبحانه في السحرة في سورة البقرة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضاردين به من أحد إلا بإذن الله الآية وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الوجه الثاني يبدأ حالا سؤال ما هي الفدية التي على المسلم أن يقدمها في حالة ما إذا كان وهو صغير ولا يدري بعد الصواب من الخطأ أخذ حجرا وتكلم إليه فهل يسمعه الحجر وماذا عليه أن يفعل بعد أن كبر وعلم بحجم الخطأ راجيا من الله العفو والغفران بدلا من أن يذهب إلى المنجمين وقارئ المستقبل أو أن يطبخ وجبة لحجر ليس له فم ليأكل الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحديث إلى الحجر ودعاؤه ومناجاته شرك والذبح له وتقديم الطعام إليه شرك والذهاب إلى المنجمين والكهان وتصديقهم فيما يخبرون به من شؤون الغيب شرك أكبر وعلى من وقع في شيء من ذلك أن يقلع عنه وأن يتوب إلى الله سبحانه ويخلص له التوحيد فلا يدعو ولا يستغيف إلا بالله ولا يرجو إلا الله ويعتقد أنه لا ملاذ ولا ملجأ إلا إليه ويأسف على ما حصن منه من الذنوب كلها فبذلك يغفر الله ذنبه كبيره وصغيره حتى الكفر ويبدل سيئاته حسنات إذا أتبع توبته بالإيمان والعمل الصالح لقوله تعالى في آخر سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم علم الحساب والنظر في النجوم سؤال كيف نوفق بين الدين والعلم في أمور ظاهرها التعارض بينهما فمثلا عرفنا في الدين أن النجوم خلقت لثلاثة أشياء خلقت زينة السماء ورجوما للشياطين وجعلت علامات يهتدى بها وقرأنا في الجغرافيا أنها مجموعة أجرام لها نظام معين في الدوران وأن ما نشاهده ليلا يحترق ويسقط إنما هو نيازك وشهب تخرج من جاذبية إلى جاذبية الأرض فتحترق وتسقط بسرعة بسرعة خمسة وأربعين ميلا في الثانية الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد إن الذي أنزل القرآن المجيد وأوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة الإسلام هو الله العليم الحكيم الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء وسخره لما خلق له وعلم ما أودعه فيه من الخصائص والأسرار فلا يمكن أن يتناقض ما أخبر به أو شرعه مع ما خلقه وسخره لعباده بل كل ذلك متسق اتفق فيه خبره وشرعه مع كونه وقدره فخبره يطابق الواقع وتكوينه وتسخيره وكذلك كل ذلك يصدق مقتضى خبره فإن ظن إنسان التعارض بين خبر الله في كتابه أو خبر نبيه صلى الله عليه وسلم الثابت بالنقول الصحيحة فإنما أتي من قبل قصور عقله أو سوء فهمه وقلة اطلاعه أو تحصيله للعلوم الكونية والنصوص الشرعية مثال ذلك ما جاء في كتاب الله تعالى من قوله سبحانه إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وقوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وقوله ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين وقوله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البرد والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وقوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون وجاء في السنة الصحيحة شيء من ذلك يتفق مع نصوص القرآن في المعنى ومن نظر في هذه الأخبار وجدها واضحة في بيان بعض خواص النجوم وفوائدها وليس فيها ما يدل على حصر فوائد النجوم ومزاياها في الأمور الثلاثة التي ذكرت فيها كما أنه ليس فيها ما يدل على حصر الشهب التي نراها فيما ترجم به الشياطين من شهب النجوم ويرمى به مسترق السمع منهم كما أنه ليس فيها تعرض لشهب أخرى نفيا أو إثباتا يعرف ذلك من درس لغة العرب وعرف ما في أساليبها من أدوات القصر التي يضمنونها كلامهم لإفادة الحصر والدلالة عليه فإذا ثبت في العلوم الكونية أن هناك أحجارا وأجراما منتثرة في الجو وأنها مجموعات تقع كل مجموعة منها في دائرة جاذبية كوكب أكبر منها وأنها إذا انحرفت عن دائرة جاذبية هذا الكوكب فبعدت منه وقربت من دائرة جاذبية كوكب آخر سقطت بسرعة وتولد عن احتكاك سطحها بسطوح أخرى شعلة نارية هي الظاهرة الكونية التي تسمى الشهب إذا ثبت هذا فإنه لا يتنافى مع ما جاء في نصوص الشريعة الإسلامية من النصوص التي فيها مجرد الإخبار برجم الشياطين بشهب من النجوم إذ من الممكن أن تحدث ظاهرة الشهب من الأمرين إذ ليس في العلوم الكونية ما يدل على حصر الشهب فيما يتساقط من غير الكواكب كما أنه ليس في النصوص حصر الشهب فيما تساقط من الكواكب لرجم الشياطين أما النيازك التي ذكرها السائل فهي عند علماء الجغرافيا رجوم إذا سقطت إلى سطح الأرض لا تحترق ولا تتحول إلى رماد فليست نوعا من الشهب بل نوع من الرجوم مقابل للشهب فعلى السائل أن يتثبت في معلوماته وأن يتبصر في شؤون دينه ودنياه ورحم الله امرأة عرف قدره ووقف فيما يستشكل عند حدود مستوى وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم يومية المنار بنسبة رمضان سؤال ثاني إذا وافقت يومية المنار على أن شعبان تسعة وعشرين يوم ثم غام علينا الهلال بواسطة المطر فلم يرى أحد الهلال ولم يسمع الناس أي تخبر هل الناس يصومون أم لا ثلاثة الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر فما المراد بهذا الحديث أربعة الرسول قال من صدق الكاهن فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وفسر أبو الجزائري بأن الكاهن من يخبر عن الغد فما الحكم عن يومية المنار التي لا تزال تخبر من أول السنة إلى آخرها يوما بعد يوم خمسة الرسول قال أكمل عدة شعبان ثلاثين عند الغمام أهذا مقبول أم المنار ستة ما الفرق بين النجوم ويومية المنار في حكم التوحيد سبعة القرآن الكريم نهى عن اتباع الطواغيت فما حكم من يصنع يومية المنار الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد جواب أولا سبق أن نظر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وأصدر فيها قرارا جاء فيه نظر مجلس الهيئة في ثبوت الأهلة بالحساب وما ورد في ذلك من أدلة في الكتاب والسنة واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك فقرروا بإجماع عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائر الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه الحديث وما في ذلك من الأدلة ثانيا إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان باعتبار الرؤية الشرعية ولم يرى الهلال لم يجز سيام يوم الثلاثين سواء وجد غيم عند غروب شمس اليوم التاسع والعشرين أم لم يوجد للحديثين المذكورين آنفا وقوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وقول عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ثالثا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أوضحه صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث بقوله الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين رواه البخاري رابعا علم الحساب ومعرفة الطالع لمطالع النجوم ليس من الكهانة ولا يحرم تعاطيه لكنه لا يجوز أن يؤخذ به في أمر شرعي كالصيام والحج ونحو ذلك وليس هو من تعلم علم النجوم المرسوم المنهي عنه الذي عرفه شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله بقوله التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية والخطابي رحمه الله بقوله علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغيير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها يدعون أن لها تأثيرا في السفليات وهذا منهم تحكم على الغيب وطعاط لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه خامسا تقدم أن علم الحساب ليس من الكهانة ولا يحرم طعاطيه وبالتالي فلا يكون أهله بتعلمه طواغيت لكنهم مخطئون إذا قالوا لشهر ثبت رؤيته شرعا إنه لم يولد أو لشهر لم تثبت رؤيته ولد ولا يجوز الأخذ بقولهم كما تقدم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال اطلعنا على ما نشرته جديدة المدينة في عددها برقم خمسة آلاف واربعمائة واثنين فالرابع من ربيع الأول سنة اثنتين واربعمائة وألف هجرية بأنه سيكون خصوف كلي للقمر يوم السبت القادم وأنه يبدأ من الساعة الثامنة والنصف ليلة وينتهي الخصوف الجزئي يوم الأحد بعد منتصف الليل بثمان وثلاثين دقيقة ويخرج القمر من شبه ظلال الأرض الساعة الواحدة وسبع وثلاثين دقيقة صباحا وقد وقع ذلك على ما ذكر جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قد يعرف وقت خصوف القمر وكسوف الشمس عن طريق حساب سير الكواكب ويعرف به كذلك كون ذلك كليا أو جزئيا ولا غرابة في ذلك لأنه ليس من الأمور الغيبية بالنسبة لكل أحد بل غيبي بالنسبة لمن لا يعرف علم الحساب حساب سير الكواكب وليس بغيبي بالنسبة لمن يعرف ذلك العام لكونه يستطيع أن يعرف بسبب عادي وهو هذا العلم ولا ينافي ذلك كون الكسوف أو الخصوف آية من آيات الله تعالى التي يخوف بها عباده ليرجعوا إلى ربهم ويستقيموا على طاعته سؤال آخر مراصد الأحوال الجوية يقولون أن التقصى المتوقع خلال الأربعة والعشرين ساعة القادمة صح عام أو يكون سحاب على معظم البلاد مصحوبا بعواصف رعدية وقد تغطل أمطار هنا أو هناك وتكون الرياح شمالية أو جنوبية أو بالعكس إلى آخره جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض معرفة الطقس أو توقع هبوب رياح أو عواصف أو توقع نشوء سحاب أو نزول مطر في جهة مبني على معرفة سنن الله الكونية فقد يحصل ظن لا علم لمن كان لديه خبر بهذه السنن عن طريق نظريات علمية أو تجارب عادية عامة فيتوقع ذلك ويخبر به عن ظن لا علم فيصيب تاره ويخطئ أخرى وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الشعوذة سؤال عندنا طريقة الدراويش ويوجد معهم رجل من أقربائنا شرب شربة ماء من السيد صاحب الطريقة وهو رجل أمي وليس لديه معرفة ولا خفة ليتسنى له إظهار الدجل والشعوذة أمام الناس ومع هذا يضرب بطنه بكل آلة جارحة من خنجر وسيف وخشبة وطلقة رصاص إلى آخره علما بأنه لا يتمسك بالإسلام ولا يؤدي الفرائض التي فرضها ربنا سبحانه وتعالى من صلاة وصوم وغيرها نرجو تفضلكم ببيان رأي الإسلام في ذلك وما هو السر في الضرب نرجو الجواب كتابة لوجوده في بلادنا وبلاد عربية وإسلامية أخرى جواب الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ختم الله الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم بالنص والإجماع لقوله تعالى ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وتواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة أنه خاتم النبيين وأجمع المسلمون على ذلك والأولياء قسمان أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله من عادى لي ولي فقد بارزني بالمحاربة أو فقد آذنته بالحرب الحديث فبين النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه من عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة وذكر الله سبحانه أولياء الشيطان فقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا وقال تعالى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا إلى قوله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وقال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وقال الخليل عليه السلام يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآيات إلى قوله إنك أنت العزيز الحكيم وثبت في الصحيحين عن عمر بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء يعني طائفة من أقاربه إنما ولي الله وصالح المؤمنين فالفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن أولياء الرحمن هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وأولياء الشيطان هم المعادون لله التاركون للعمل بشرعه وأفضل أولياء الله هم رسله والله جل وعلا يجعل على يد رسله المعجزات والكرامات أو يجعل على يد أوليائه الكرامات وما يقع على يد أولياء الشيطان فهو من الأحوال الشيطانية قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وإن كان اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين وعرف الأئمة المتقدمون كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ذلك يسمونها الآيات لكن كثيرا من المتأخرين يفرق في اللفظ نقول قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وإن كان اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات لكن كثيرا من المتأخرين يفرق في اللفظ بينهما فيجعل المعجزة للنبي والكرامة للولي وجماعهما الأمر الخارق للعادة انتهى إذا علم هذا فالشخص المذكور هو من أولياء الشيطان والأعمال المذكورة من الأحوال الشيطانية ومن الخداع والتلبيس على أعين الناس ولا شيء في الحقيقة وإنما هو التلبيس على أعين الناس بواسطة الشياطين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال طبيب عربي مسلم يعتاده كثير من الناس للعلاج وعندما يقابله بعض الناس يقول اعلموا بأن الشافي هو الله وإنما أنا متسبب ويصف بعض العلاجات المباحة وبعض الأوراق بصفة محو تشرب بالماء أو ملاسة إلا أنني استنكرت عليه أمر وهو أنه وصف لرجل ورقة يضعها بباطن جلد حمار ويعلقها منعا من مرض أم الصبيان فما رأيكم في هذا الأمر عيما أن تعليقها لمدة الحمل فقط ثم تنزع ثم تنزع جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أولا لا يجوز الإتيان إلى هذا الرجل الذي ذكرته لأنه مشعوذ ثانيا لا تجوز طاعته فيما ذكره من وصفه لرجل أن يأخذ ورقة ويضعها بباطن جلد حمار وغيره ويصفها بأنها تمنع من مرض أم الصبيان ولا فرق بين طول المدة وقصرها لأن هذا شرك بالله حيث جعل مجرد وضع الورقة داخل جلد حمار مانعا لما ذكر من المرض فالذي يزيل المرض هو الله جل وعلا وهذا من جنس تعليق التمائم ونحوه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك وقال فيها عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله عليه ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كثر في زمننا هذا أصحاب الطرق الصوفية وهم يقومون بأعمال مشكوك فيها منها الضرب بالشيش أكل الزجاج الضرب بالخنجر فحكم الشرع في هذه الأعمال حيث إنهم يدعون بأنهم أولياء لله ويعدون هذه الأعمال كرامات الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذه الأعمال شعوذة أو سحر وتلبيس على الناس وهي محرمة فيجب على ولاة الأمور من العلماء والحكام إنكارها والقضاء عليها وليست تلك الظواهر الغريبة من الكرامات التي يظهرها الله تعالى على يد أوليائه المؤمنين تكريما لهم ولا علامة على صلاح من ظهرت على يده لأن أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى المعروفون بطاعة الله ورسوله كما قال الله سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن والدي قد لازمه مرض مزمن وقد حاولنا بكل ما لدينا من إمكانات معالجته ولم يشف من مرضه وعندما تعذر أهل المستشفيات لجأ أهلي إلى بعض المشعوذين يسألونهم عن علاج يمكن أن يعالجوا به والدي ولكني رفضت هذه الطريقة ولم أسمح أن يتبعوا هؤلاء المشعوذين لأني على يقين أن هذا حرام ولا يجوز وقد حذرتهم وقلت إن هذا لا يجوز ولما يأبه بما أقول وقالوا إني لا أعرف شيئا عن ذلك ويقولون إن هؤلاء معهم صلاح وظنا أن الدين لا ينهى عن ذلك الأمر والذي جعلني أعادي عملهم فعلا أنني لما سمعت كيفية الطريقة التي يعالجون المريض بها أعرفت أنهم ليسوا على بينه ومن ضمن الطرق التي عرفتها عنهم أن أحدهم يطلب من أهلي إحضار شماغ والدي الذي يلبس وعندما أحضروه له وصف لهم المرض الذي يعاني منه والدي تماما دون أن يراه ومشعوذ آخر يقول إذا رأى المريض إن نجمك يا فلان زين بهذه اللهجة وآخر يقول لأهل المريض اذبحوا شاتا سوداء واجمعوا الزوائد منها وضعوها في جلد الشات المذبوحة وجعلوها في مكان معزول حتى لا يصلها أو يراها أحد ويقول الذي يصف تلك الوصفة بأنه يجب على الذي يذبح الزبيحة المراد معالجة المريض منها أن تخفى عن أنظار الناس لأنهم يعتقدون أن مفعول الدواء يبطل بمجرد رؤية أحد الناس الشات المذبوحة المعدة للعلاج عند أهل المريض وغير ذلك كثير من تلك الأعمال التي يصدقها بعض الناس وإني أبعث إليكم بخطابي هذا أرجو أن توضحوا لي حكم الدين في هذا الأمر وأرجو من الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والله الموفق جواب الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد يحرم الذهاب إلى المشعوذين للعلاج وما ذكرته من طرقهم في العلاج كل ذلك من الكهانة والشعوذة والقصد منها أكل أموال الناس بالباطل وقد أحسنت في إنكارك على من أراد علاج والدك بطريق الشعوذة وأديت ما عليك من واجب الإرشاد والنصح وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الثالث عشر من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش المجلد الأول العقيدة ولها بقية على الشريط الرابع عشر الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع عشر من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ولا زلنا مع المجلد الأول في العقيدة والأسئلة عن الشعوذة وتحضير الأرواح وغيرها سؤال ما هي ظاهرة تحضير الأرواح المبدأ القائل بإمكان استدعاء أو تحضير روح من العالم الآخر بوسطة وسيط أو عالم روحاني ما موقف الدين من هذه الظاهرة وما مدى صحتها وأرجو تدعيم القول بآيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو قصص جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إن ذلك هو المعروف باستخدام الجني واستحضاره بأدائية وتعويذات يقوم بها مستحضره وذلك نوع من الشعوذة والكهانة وهو منوع شرع لما فيه غالبا من الشرك والكذب ودعوى نوع من الغيب ونحو ذلك قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كان يكسبون وروا البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحل أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لقد قرأت في بعض كتب شيخ الإسلام حول تكليم الموتى فذكر أن ذلك يكون من الشيطان حيث يخرج من القبر ويكلم القادم إليه وغير ذلك فهل قصة مطرف التي ذكرها ابن القيم من هذا النوع أو مطرف وما هو الحد الفاصل بين تكليم الموتى إن كان من شيطان أو لا جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد دنوع أرواح الأموات من قبورهم يوم الجمعة أو ليلتها ومعرفتهم من زارهم أو مر بهم وسلم عليهم أكثر من معرفتهم بهم في غير يوم الجمعة أو ليلتها والتقاء الأحياء والأموات ذلك اليوم كل هذا من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها فلا تعلم إلا بوحي من الله لنبي من أنبيائه ولم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم ولا يكفي في معرفة ذلك الأحلام فإنها تخطئ وتصيب فالقول بها والاعتماد عليها رجم بالغيب ثانيا ما قرأته في كتاب زاد المعاد بن القيم رحمه الله في هذا الموضوع مبني على ما رواه أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا في كتاب القبور باب معرفة النوت بزيارة الأحياء من أحاديث غير ثابتة وآثار وأحلام وفيما يلي ذكر ذلك مع نقده قال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن عون حدثنا يحيى بن يمان حدثنا عبد الله بن سمعان عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الرجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم في سنده يحيى بن يمان قال ابن حجر في التقريب يحيى بن يمان العجلي الكوفي صدوق عابد يخطئ كثيرا وقد تغير وفي سنده أيضا عبد الله بن زياد ابن سليمان بن سمعان المخزومي المدني قال ابن حجر في التقريب متروك اتهمه أبو داود وغيره بالكذب وقال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن قدامة الجوهري حدثنا معن بن عيسى القزاز اخبرنا هشام بن سعد حدثنا زود بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا مر رجل بقبر أخيه يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام في سنده محمد بن قدامة الجوهري والأنصاري أبو جعفر البغدادي قال ابن حجر في التقريب فيه لين وفي سنده أيضا هشام بن سعد المدني أبو عباد أو أبو سعد القرشي ضعافه يحيى بن معين والنسائي وقال حرب لم يرضه أحمد وذكره ابن عبد البر في باب من نسب إلى الضعف ممن يكتب حديثه وقال ابن سعد كان كثير الحديث يستضعف وكان متشييعا وقال ابن حجر في التقريب صدوق له أوهام ورمي بالتشيع وقال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن حسين حدثني يحيى بن بستام الأصغر حدثني مسمع حدثني رجل من آل عاصم الجحدري قال رأيت عاصما الجحدري في مناني بعد موته بسنتين فقلت أليس قد ميت قال بلى قلت فأين أنت؟ قال أنا والله في روضة من رياض الجنة أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني فنتلقى أخباركم قال قلت أجسادكم أم أرواحكم؟ قال هيهات بلية الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح قال قلت فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال نعم نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله وليلة السبت إلى طروع الشمس قال قلت فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال لفضل يوم الجمعة وعظمته في سنده رجل مبهم وفي سنده يحيى بن بستام قال ابن حجر في لسان الميزان قال أبو حاتم صدوق وقال ابن حبان لا تحل الرواية عنه لأنه داعية إلى القدر ولأن في روايته مناكير وذكره العقيلي في الضعفة وقال أبو داود ترك حديثه قاله معتمر بن سليمان وقال له أنت قدري قال نعم هذا ولو صح سنده لم يصح مستنده لأنه رؤية من غير معصوم فلا تقوم بها حجة وقال ابن أبي الدنيا حدثنا خالد بن خداش حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي التياحي قال كان مطرف يغضو فإذا كان يوم الجمعة أدلج قال وسمعت أبا التياحي يقول بلغنا أنه كان ينور له في صوته فأقبل ليلة حتى إذا كان عند مقابر القوم وهو على فرسه فرأى أهل القبور كل صاحب قبر جالسا على قبره فقالوا هذا مطرف يأتي الجمعة قلت وتعلمون عندكم يوم الجمعة قالوا نعم ونعلم ما تقول الطير قلت وما يقولون قالوا يقولون سلام سلام خالد بن خداش وابو الهيثم المهبلي مولاه البصري قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق يخطئ ثم هذه رواية منام فلا تقوم به حجة تعارض الأصل المحقق وسنة الله الكونية تثابتة في أن الأموات لا يكلمون الأحياء وأن الأحياء لا يسمعون كلام الأموات إلا معجزة لنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذلك لا يخرجون من قبورهم إلا يوم القيامة كما قال سبحانه ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون أما رد السلام فقد ورد فيه حديث ضعيف وذكره الشيخ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ولو فرضنا صدق المنام لم يدل على صحة ما ذكره ابن القيم فيما تقدم نقله عنه لأنه بلاغ من غير معصوم عن مجهول وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم المخترعات الحديثة سؤال نظرا لتأثر وانتشار ظاهرة التنقيب عن المياه الجوفية وحفر الآبار بطرق بدائية وذلك بالاعتماد على ما يسمونه بالمرزم أو المسمع أي الذي يكشف عن وجود بئر في مكان معين وهذا المرزم أو المسمع إذا وجد بيئة واعية لم يصرح بالدعاء العلم بمجار الماء في باطن الأرض وإنما يخبر بأن ذلك من علم الله عز وجل أما إذا وجد بيئة جاهلة فإنه يخبر بما في باطن الأرض من مجار المياه واتجاهاتها وألوان طبقات الأرض التي سوف يصادفها حافر البئر إلى غير ذلك من الأمور الغلبية التي لا يمكن إسنادها إلى الخبرة والتجربة وكثيرا ما يفتن الناس بأقواله هؤلاء فيقع ما يخبرون به في أكثر الأحوال بل إني لا أعلم في عامة الناس من لا يعتمد على أقوال أولئك المرزمين أو المسمعين ونحوهم وحيث إن هذا المعتقد راسخ في نفوس عامة الناس بل في نفوس كثير من مثق فيهم وحيث تم إنكار هذه الأفعال بما ورد في كتب العقيدة وعن الكهانة والعرافة إلا أن الكثير يعتقد أن النهي لا يشمل مثل هؤلاء المرزمين أو المسمعين كما يسمونهم لذا فإن نأمل من فضيلتكم بذل النصح والإرشاد وبيان الحكم في مثل هذه الأمور والحكم على من مات على هذا المعتقد والطرق التي يستغنى بها عن هؤلاء المسمعين أو المرزمين ونحوهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض إذا كان اختبار الأرض لمعرفة ما في جوفها بأجهزة وآلات حديثة بماء على التجارب أجريت على طبقات الأرض وخبرة مكتسبة من هذه التجارب فليس هذا من الكهانة ولا دعوى علم الغيب بل هو من معرفة المسببات بأسبابها كمعرفة الطبيب لنوع المرض بالأجهزة الطبية الحديثة ومثل هذا لا ينكر لأنه جار على سنن الله الكونية من ربط الله المسببات بأسبابها وبواطن الأمور بظواهرها وعلى هذا فلا خطر على العقيدة منه وأما إذا كان الإخبار عما في باطن الأرض تخمينا غير مبني على أسباب كونية وتجارب علمية فهو خرس وتدجيل وقد يصادف الواقع وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قرأت في بعض الكتب أن علم الكيمياء وهو نوع من أنواع السحر فهل هذا صحيح؟ ألما بأني سمعت عن كتاب لابن القيم اسمه بطلان الكيميا من أربعين وجهة فهل إن التجارب الكيميائية التي تجرى في المدارس والجامعات لدراسة المواد والعناصر هي حرام؟ لا تبار كونها سحرا أم لا؟ مع أني قد مارست بعضا منها في المدرسة ولم أرى أي أثر لوجود السحر كتدخل الجن أو وجود التلاصم وما إلى ذلك أفيدوني أفادكم الله جواب الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ليس علم الكيمياء الذي يدرس لطلاب المدارس من جنس الكيمياء التي منعها العلماء وقالوا إنها سحر وحذروا الناس منها وذكروا أدلة على بطلانها وبيّنوا أنها أيضا خداع وتمويه يزعم أصحابها أنهم يجعلون الحديد مثلا ذهبا والمحاس فضة ويغشون بذلك الناس ويأكلون أموالهم بالباطل أما التي تدرس في المدارس في هذا الزمن فهي تحليل المادة إلى عناصرها التي تركبت منها أو تحويل العناصر إلى مادة تركب منها تخالف صفاتها تلك العناصر بوسطة صناعة وعمليات تجرى عليها فإنها حقيقة واقعية بخلاف الكيمياء المزعومة فإنها تمويه وخداع وليست من أنواع السحر الذي جاءت النصوص في الكتاب والسنة بتحريمه والتحذير منه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم التطير سؤال أرجو طلطف سماحتكم بإفادتي بمدى صحة أو ضعف الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد هذا الحديث جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد أخرج الحديث البخاري بسنده في كتابه الصحيح في كتاب التب باب الجذان ورواه ابن حبان بزيادة ولا نوء وكذلك أخرجه أبو نعيم في الطب في حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ اتقوا المجذوم كما يتقى الأسد وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوكل عن عائشة رضي الله عنها بلفظ لا عدوى وإذا رأيت المجذوم ففر منه كما تفر من الأسد وأخرج معناه مسلم في الصحيح في آخر أبواب الطب من حديث عمر بن الشريد عن أبيه قال كان في وزب ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فرجع وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقدوه أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى وأن هذه الأمور تعدي بطبعها وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لعدوى ذلك ولهذا قال فر من المجذوم كما تفر من الأسد وقال لا يورد ممرض على مصح وقال في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه وكل ذلك بتقدير الله تعالى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لقد سمعنا أن هناك اعتقادات تفيد أن شهر صفر لا يجوز فيه الزواج والختان وما أشبه ذلك نرجو إفادتنا في ذلك حسب الشرع الإسلامي والله يحفظكم جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض ما ذكر من عدم التزوج أو الختام ونحو ذلك في شهر صفر نوع من التشاؤم من هذا الشهر والتشاؤم من الشهور أو الأيام أو الطيور ونحوها من الحيوانات لا يجوز لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر والتشاؤم بشهر صفر هو من جنس الطيارة المنهية عنها وهو من عمل الجاهلية وقد أبطله الإسلام وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم التصوير سؤال ما حكم تصوير صور الشمسية للحاجة أو للزينة جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تصوير الأحياء محرم إلا ما دعت إليه الضرورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة لجأوا إلى الفرار ونحو هذا مما لا بد منه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إنني مدير مدرسة ابتدائية بجنوب شمران مكلف من قبل مرجعي بعمل صور للطلبة أثناء الرحلة المدرسية والكشافة وصور لبعض المناطق لعرضها في المدرسة وكما علمنا وسمعنا أن البيت الذي بداخله صورة لا تدخله الملائكة ما دامت الصورة في البيت وأنا في هذا العمل مكلف وأكلف من يعمل الصور وأعطيه كلفة تلك الصور من الفلوس التي أتسلمها من مرجعي ولا أصور أنا بنفسي فعلى من يقع الإثم جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا شك أن تصوير كل ما فيه روح حرام بل من الكبائر لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد في نصوص السنة ولما فيه من التشبه بالله في خلقه الأحياء ولأنه وسيلة إلى الفتنة وذرعه إلى الشرك في كثير من الأحوال والإثم يا عم من باشر التصوير ومن كلفه به وكل من أعانه عليه أو تسبب فيه لأنهم متعاونون على الإثم وقد نهى الله عن ذلك بقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال مضمور أنه خسر نقاش بين الإخوان في حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بالصور الشمسية ولم ينتهي النقاش إلى نتيجة فما حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بهذه الصور جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام بل هو من الكبائر لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور ولما في ذلك من التشبه بالله في خلقه للأحياء ولأنه قد يكون ذدعة إلى الشرك كصور العظماء والصالحين أو بابا من أبواب الفتنة كصور الجميلات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم التصوير في الإسلام جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام سواء كانت الصور مجسمة أم رسوما على ورقة أو قماش أو جدران ونحوها أم كانت صورا شمسية لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك وتواعد فعيله بالعذاب الأليم ولأنها عهد جنسها أنه ذريع إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع إلها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى ولما فيها من مضاهات خلق الله ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين ملكات الجمال وأشباه ذلك ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها وذلك على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين أصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم روه البخاري ومسلم وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون روه البخاري ومسلم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة روه البخاري ومسلم وحديث عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقران فيه تماثيل فلما رأه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يوضاهون بخلق الله فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين روه البخاري ومسلم القرآن الستر والسهوة الطاق النافذة في الحال وحديث ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور سورة في الدنيا كل فأي ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ رواه البخاري ومسلم وحديثه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم قال ابن عباس رضي الله عنه فإن كنت لابد فاعل فاسمع الشجر وما لا نفس له رواه البخاري ومسلم فدل عموم هذه الأحاديث على تحرين تصوير كل ما فيه روح مطلقة أمنا ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما ولم يعرف عن الصحابة من أنكره عليه ولما فهم من قوله في أحاديث الوعيد أحيوا ما خلقتم وقوله فيها كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إذا كنت مغتربا خارج بلادي وأردت أن أبعث بصورة لي عند أهلي وأصدقائي وخاصة إلى زوجتي فهل هذا جائز للإنسان أم لا جواب الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد قدلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم تصوير ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم فلا يجوز أن تصور نفسك وتبعث بصورتك إلى أهلك ولا إلى زوجتك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز التصوير بالكاميرا آلة التصوير وهل يجوز التصوير بالتلفزيون وهل يجوز مشاهدة التلفزيون خاصة في الأخبار جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها وأما التلفزيون فآلة لا يتعلق بها في مفسها حكم وإنما يتعلق الحكم باستعمالها فإن استعملت في محرم كالغناء الماجن وإظهار صور فاتنة وتهريج وكذب وافتراء وإلحاد وقلب للحقائق وإثارة للفتن إلى أمثال ذلك فذلك حرام وإن استعمل في الخير كقراءة القرآن وإبانة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى أنثال ذلك فذلك جائز وإن استعمل فيهما فالحكم التحريم إن تساوى الأمران أو غلب جانب الشر فيه وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعنى المصورين فمن هم المصورون هل هم الذين يصنعون التماثيل أو الذين يصورون بالتصوير الفوتوغرافي أو الصور المستحة وهل تصوير المناظر التبيعية تصويرا فوتوغرافيا حرام جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعض تصوير ذوات الأرواح الحرام سواء كان تصويرا مجسما أو شمسيا أو نقشا بيد أو آلة لعموم أدلة تحريم التصوير ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون متفق على صحته وما روه البخاري في صحيحه عن جاء أبي جحيفة رضي الله عنه لعنى الله آكل الربا ومؤكلة ولعنى المصور وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قد اختلفنا في موضوع التصوير الفوتوغرافي والشمسي الذي من تذكروه في رسالتكم هل هو داخل في حكم التصوير اليدوي أم أنه خارج معنا وقد احتج علي بعضهم أنه جائز لأنه ليس تصويرا يدوية وإنما هو عبارة عن التقاط صورة لخيال الإنسان مع عدم بذل أي جهد سوى الضغط على الزر لتخرج الصورة مطابقة للخيال وقد أراني أحد أصدقائي صورة فوتوغرافية لفضيلتكم في مجلتي المجتمع الكويتية والاعتصام المصرية مع فتواكم في أحكام الصوم في شهر رمضان المبارك فهل ظهور صورتكم في المجلة دليل على جواز ذلك أو أن هذا الشيء حصل من غير علمكم وإذا كان التصوير الفوتوغرافي غير جائز فما حكم شراء المجلات والجرائد المليئة بالصور مع ما فيها من أخبار مهمة وغير ذلك من المعلومات الغف منها والسمين أفيدون في هذا وهل يجوز وضع هذه المجلات في المصلى حتى ولو مغطى بثوب ونحوه أم يجب إتلافها بعد قراءتها وما هو حكم النظر إلى الصور المتحركة مثل التي في التلفاز وهل يجوز تشغيل التلفاز في المصلى أفيدون في أحكام هذه الأشياء أفادكم الله جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافا في الحكم وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضا وإنما المعتبر السورة فهي محرمة وإن اختلفت وسيلتها وما بذل فيها من جهد وظهور صورتي في مجلتي المجتمع والاعتصام مع فتوايا في أحكام الصيام في شهر رمضان ليس دليلا على إجازة التصوير ولا على رضايا به فإني لم أعلم بتصويرهم لي ثانيا المجلات والجرائد التي بها أخبار مهمة ومسائل علمية نافعة وبها صور لذوات الأرواح يجوز شراؤها والانتفاع بما فيها من علم مفيد وأخبار مهمة لأن المقصود منها ما فيها من العلم والأخبار والصور تابعة والحكم يتبع الأصل المقصود إليه دون التابع ويجوز وضعها في المصلة مع إخفاء ما فيها من الصور بأي شكل لينتفع بما فيها من مقالات أو طلص رؤوس الصور بما يذهب بما عالمها ثالثا لا يجوز وضع التلفاز في المصلة لما فيه من اللهو الباطل ولا يجوز النظر إلى ما فيه من الصور العالية أو الخليعة لما في ذلك من الفتنة والعواقب الوخيمة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل التصوير بالكاميرا حرام أم لا شيء على فاعله جواب نعم تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا وغيرها حرام وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ما حصل منه ولا يعود إليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال تثار شبهات نحو تحريم التصوير الفوتوغرافي الشمسي نرجو من فضيلتكم أردا مفصلا عليها ألف يقولون التصوير الفوتوغرافي ليس تقديدا لخلق الله بل هو انتباع ظل الشخص على الفيلم وليس للإنسان داخل في تشكيل الصورة باء يقولون إن التصوير كالمرآة إذا نظر الإنسان إليها فلو فرض أن الصورة تثابتة في المرآة هل يحرم ذلك؟ يقولون إن الذي يبيح تلفزيون إذا لم يكن فيه ما يحرم رؤيته لا بد أن يبيح الصور لأن التلفاز وعبارة عن مجموعة صور يتم تحريكها بسرعة توهم المشاهد لها أنها تتحرك قال يقولون إنه لو حرم التصوير لما جز تصوير لأصل جواز السفر الذي يحج به المقيم في مصر مثلا لأنه لا يسرق الإنسان لكي يحج وكذلك لا يتصور لكي يحج ولا يتصور لصناعة البطاقة الشخصية وغير ذلك من الضروريات جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه فضلا اقلب الشريط لنبدأ معك الجواب المطول على هذه المجموعة من الأسئلة حول التصوير الوجه الثاني يبدأ حالا سؤال تثار شبهات حول تحرين التصوير الفوتوغرافي الشمسي نرجو من فضيلتكم ربا مفصلا عليها وهي كالتالي ألف يقولون أن التصوير الفوتوغرافي ليس تقليدا لخلق الله بل هو انتباع ظل الشخص على الفيلم وليس للإنسان داخل في تشكيل الصورة ب يقولون أن التصوير كالمرآة إذا نظر الإنسان إليها فلو فرض أن الصورة ثابتة في المرآة هل يحرم ذلك؟ جين يقولون أن الذي يبيح التلفزيون إذا لم يكن فيه ما يحرم رؤيته لابد أن يبيح الصور لأن التلفزة هو عبارة عن مجموعة صور يتم تحريكها بسرعة توهم المشاهدة لها أنها تتحرك دال يقولون أنه لو حرم التصوير لما جاز تصوير لأصل جواز السفر الذي يحج به المقيم في مصر مثلا لأنه لا يسرق الإنسان لكي يحج وكذلك لا يتصور لكي يحج ولا يتصور لصناعة البطاقة الشخصية وغير ذلك من الضروريات جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الأدلة عامة في من اتخذ ذلك مهنة يتكسب بها ولمن لم يتخذها مهنة وسواء كان تصويرها نقشا بيده أو عكسا بالستوديو أو غيرهما من الآلات نعم إذا دعت الضرورة إلى أخذ صورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجلمين لضبطهم ومعرفتهم يقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجوا إلى الفرار ونحو هذا مما لا بد منه فإنه يجوز وأما إدخال صور ذوات الأرواح في البيوت فإن كانت ممتهنة تداس بالأخدام ونحو ذلك فليس في وجودها في المنزل محذور شرعي وإن كانت موجودة في جواز وتابعية أو نحو ذلك جاز إدخالها البيوت وحملها للحاجة وإذا كان المحتفظ بالصورة من أجل التعظيم فهذا لا يجوز اختلف الحكم من جهة كونه شركا أكبر أو معصية بالنظر للاختلاف ما يقوم في قلب هذا الشخص الذي أدخلها وإذا أدخلها واحتفظ بها من أجل تذكر صاحبها فهذا لا يجوز لأن الأصل هو منعها ولا يجوز تصويرها وإدخالها إلا لغرض شرعي وهذا ليس من الأغراض الشرعية وأما ما يوجد في المجلات من الصور الخليعة فهذه لا يجوز شراؤها ولا إدخالها في البيت لما في ذلك من المفاسد التي تربع على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى إن كانت هناك مصلحة وإلا فالأمر أعظم تحريم وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله ما حارمه وقال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن البر البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك وليس التصوير الشمسي كارتسام صورة من وقف أمام المرآة فيها فإنها خيال يزول بانصراف الشخص عن المرآة والصور الشمسية ثابتة بعد انصراف الشخص عن آلة التصوير يفتتن بها في العقيدة وبجمالها في الأخلاق وينتفع بها فيما تقضي به الضرورة أحيانا من وضعها في دراز السفر أو دفتر التابعية أو بطاقة الإقامة أو رخصة قيادة السيارات مثلا وليس التصوير الشمسي مجرد انتباع بل عمل بآله ينشأ عنه الانتباع فهو مضاهات لخلق الله بهذه الصناعة الآلية ثم النهي عن التصوير عام لما فيه من مضاهات خلق الله والخطر على العقيدة والأخلاق دون نظر إلى الآلة والطريقة التي يكون بها التصوير أما التلفزيون فيحرم ما فيه من غناء وموسيقى وتصوير وعرض صور ونحو ذلك من المنكرات ويباح ما فيه من محاضرات إسلامية ونشرات تجارية أو سياسية ونحو ذلك مما لم يرد في الشرع منعه وإذا غلب شره على خيره كان الحكم للغالب وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قرأت كتابكم في تحريم الصور وأريد أن أسأل بهذا الصدد فطالما أنكم أفتيتم بتحريم التصوير فإنه يوجد نوع آخر حديث من التصوير وهو ما نشاهده في التلفزيون والفيديو وغيرهما من الأشطة السينمائية حيث تكون صورة الشخص كما يقولون حسية ويحتفظ بها لزمن طوي فما هو حكم هذا النوع من التصوير جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد حكم التصوير يا عم ما ذكرت وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل رسم ذوات الأرواح جائز إذا كانت على شرشف أو صحن أو سجاد أو ما شابه ذلك من الأشياء جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يحرم تصوير ذوات الأرواح سواء على شرشف أو صحن أو سجاد أو غير ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل تصوير ذوات الأرواح كفر أكبر أو كفر أصغر أو معصية جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ليس ذلك كفرا أكبر ولكنه من كبائر المعاصي لما ورد فيه من الوعيد الشديد ولعن المصورين ومع ذلك فهو ذريعة إلى الشرك الأكبر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كنا قد بدأنا مشروع مجلة للأطفال المسلمين باسم أروى فنرفق لكم نسخة منها وجاء من نفق به وبدينه يعترض علينا من جهة رسوم الأشخاص أيمن بأننا تحاشينا في عملنا رسم الأنبياء صلوات الله عليهم والصحابة ردوان الله عليهم ومع هذا جئنا بخطابنا هذا نستفتيكم بشرائية ما أقدمنا عليه رأينا الرد السريع على رسالتنا جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تصوير ذوات الأرواح مطلقا حرام ولو كانت صور غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير صور الصحابة رضي الله عنهم وليس اتخاذها وسيلة للتشويق والإضاح مبررا للترخيص فيها وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هو حكم الصيني الموجود عليه تصوير مع العلم أنه يترك ولا يستخدم إلا للضرورة جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الأصل تحرين تصوير ذوات الأرواح للأدلة الواردة في ذلك لكن إذا كانت الصور مهانة أو مقطعة جاز استعمال ما رسمت عليه كالبساط ونحوه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ورد لعن المصورين بالكسر فهل يشمل المصورين بالفتح وهل ورد فيهم دليل خاص جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد كما أن الأدلة وردت في لعن المصورين وتوعدهم بالنار في الدار الآخرة فكذلك الذي يقدم نفسه من أجل أخذ صورة لها داخل في ذلك قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم وقال تعالى في قصة ثمود كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فذندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها قال عبد الواحد بن زيد قلت للحسن يا أبا سعيد أخبرني عن رجل من يشهد فتنة أبي المهلب إلا أنه رضيها بقلبه قال يا ابن أخي كم يد عقرة الناقة قال فقلت يد واحدة قال أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتناليهم رواه الإمام أحمد في الزهد فهتان الآيتان تدلان على أن الراضي بالفعل كالفاعل ولا يدخل في ذلك من اقتضت الضرورة أن تأخذ صورة الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال حينما قرأت في باب ما جاء في المصورين في كتاب التوحيد وجدت الوعيد الشديد للمصورين لقوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يوضاهون بخلق الله فهل يدخل في هذا المصورون الحاليون أصحاب الاستوديوهات وما حكم من احتفظ ببعض الصور لشخصه أو لأحد أصدقائه أو أقاربه وذلك للذكرى فقط لا للتبرك بها أو من احتفظ ببعض المجلات المفيدة كمجلة العربي وذلك لما تحويه من العلم والمعرفة والثقافة المفيدة لا من أجل الصور الموجودة بها جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يدوز للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحديث الذي ذكره السائل وهذه الأدلة عامة في من اتخذ ذلك مهمة يتكسب بها ولمن لم يتخذها مهمة وسواء كان تصويرها نقشا بيد أو عكسا بالستوديو أو غيرهما من الآلات لكن إذا دعت الضرورة إلى أخر صورة كالتصوير من أجل التابعية لجواز الصفر وتصوير المجينين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار ونحو هذا مما لابد منه فإنه يجوز وأما إدخال صور ذوات الأرواح في البيوت فإن كانت منتظمة تدس بالأقدام ونحو ذلك فليس في وجودها في المنزل محظور شرعي وإن كانت موجودة في جواز متابعية أو نحو ذلك جاز إدخالها البيوت وحملها للحاجة وإذا كان المحتفظ بالصور من أجل التعظيم فهذا لا يجوز يختلف الحكم من جهة كونه شركا أكبر أو معصية بالنظر لاختلاف ما يقوم في قلب هذا الشخص الذي أدخلها وإذا أدخلها واحتفظ بها من أجل تذكر صاحبها فهذا لا يجوز لأن الأصل هو منعها ولا يجوز تصويرها وإدخالها إلا لغرض شرعي وهذا ليس من الأغراض الشرعية وأما ما يوجد في المجلة من الصور الخليعة فهذه لا يجوز شراؤها ولا إدخالها في البيت لما في ذلك من المفسد التي ترب على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى إن كانت هناك مصلحة وإلا فالأمر أعظم تحريما وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه وقال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن البر البر ما طمأنت إليه النفس وطمأن إليه القلب والإفن ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ذكر الإمام بن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي عشق الصور وما يؤدي إليه من الضرق العظيم على عقيدة التوحيد في نفس المؤمن والسؤال ما هو المقصود بعشق الصور فهل هذه الصور الجميلة للنساء وغيرها المعلقة على الجدران والمنصوبة في الطرقات من مجسمة وغير مجسمة وذلك بأن يقف الإنسان أمامها فيحبها كمحبة الله ويعشقها عشقا يصل إلى شغف قلبه أو أن المقصود من هذه الصور هو ما يدور في ذهن الإنسان من تصور الصور الجميلة ومحبتها وعشقها وإذا كان الأمر كذلك فما حكم من انطرح على فراشه وأغلق عينيه وأخذ تصور النساء عاريات ويفعل معهما ما يفعله الرجل بامرأته لكي يطفئ ما في نفسه من غريزة وشهوة وهل هذا النوع من أنواع عشق الصور الذي يؤدي والعياذ بالله إلى الشرك الذي لا يغفر وإذا كان كذلك فهل يصح أن نقول إنه ليس للزوج أن يتصور مرأته عارية في ذهنه لأن هذا نوع من أنواع عشق الصور مع أنه يحق له في نفس الوقت أن يرى منها كل شيء خارج ذهنه ويحب منها كل شيء هذه هي قضيتي التي أردت أن أعرضها على سماحتكم راجيا لله سبحانه وتعالى أن لا تبطئ علي بالرد لأمني في حيرة من أمري خصوصا وأن هذا الأمر يمس العقيدة التي هي رأس مال المسلم سائلني الله أن يجزيكم عني وعن المسلمين كل خير جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد المراد بأشك الصور هنا محبتها مثل محبة الله أو أكثر بدليل قوله بعد وربما صرح العاشق منهم بأن وصل مع شوقته أحب إليه من توحيد ربه كما قال العاشق الخبيث يرتشفنا من فمي رشفات هن أحلى فيه من التوحيد وكما قال الخبيث الآخر بأن وصل مع شوقته أشهى إليه من رحمة ربه فعياذا بك اللهم من هذا الخذلان ومن هذه الحال قول الشاعر وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك ويلحق بذلك في التحريم ما يجر إلى الفواحش من زنا ولواط وسواء كانت تلك الصور معلقة بالجدران أم في الطرقات أم كانت في الصحف والمجلات وسواء كانت حية أم رسوما محاكية لها بل يدخل في ذلك ما يتخيله الإنسان من صور النساء الأجنبيات الجميلات ليقضي فيها وطره ويطفئ شهوته وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما موقف المسلم من الصور التوضيحية التي في الكتب الدراسية والكتب العلمية والمجلات الإسلامية النافعة مع أنه لابد من وجود هذه الصور للتوضيح وتقريب الفهم جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقة لأموم الأحاديث التي وردت في ذلك وليست ضرورية للتوضيح في الدراسة بل هي من الأمور الكمالية لزيابة الإضاح وهناك غيرها من وسائل الإضاح يمكن الاستغناء بها عن الصور في تفهيم الطلاب والقراء وقد مضى على الناس قرون وهم في غنى عنها في التعليم والإضاح وصوروا مع ذلك أقوى من نائمة وأكثر تحصيلة وما ضرهم ترك الصور في دراستهم ولا نقص من فهمهم لما أرادوا ولا من وقتهم وفلسفتهم في إدراك العلم وتحصيلها وعلى هذا لا يجوز لنا أن نرتكب ما حرم الله من التصوير لظمنا أنه ضرورة وليس بضرورة لشهادة الواقع بالاستغناء عنه قرونا طويلة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الإسلام في الرسم على الصبورة رسوما تخطيطية في عملية التعليم؟ مع العلم أن الرسم عبارة عن أشكال حيوانات ونباتات وحشرات في مادة التاريخ الطبيعي الأحياء وقد تكون هذه الرسومات مهمة في عملية التعليم وهذه الرسومات غير مجسمة مع معرفة أهمية هذا العلم في الطب والزراعة جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما كان من ذلك صورا لذوات الأرواح كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز ولو كان رسما على الصبورة والأوراق ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه لعموم الأدلة في ذلك وما لم يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه للتعليم وغيره وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال نظرا لما يخطئ فيه المسلمون الحجاج وغيرهم من الهندي والفاكستان قد أهمني تأليف كتاب في مسائل الحج في اللغة الأردية ولأنني أحتاج لمزيد من الإضاحة في تصوير بعض الأماكن في الكعبة المشرفة أو بيان طريقة استلام الحجر الأسود أو غير ذلك من الأمور إلى وضع خطوط وأشكال الاستفتاء هل يجوز شرعا في ضوء الكتاب والسنة التمثيل بمثل هذه الخطوط والأشكال المذكورة أدنى جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز التمثيل برسوم وأشكال لذوات الأرواح من إنسان ونحوه ولو كان ذلك لإضاح بعض أماكن في الكعبة المشرفة لعدم الحاجة إلى ذلك ولعموم أدلة المنع وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بمناسبة قرب موسين الحج رأيت أن أطبع على الساعات صورة الكعبة المشرفة والحرم النبوي لتوزيعها على الحجاج للتذكير بمشاعرهم المقدسة أثناء كل نسك يؤدونه وذلك بمشاهدتهم الساعة لأوقات الصلوات ولعل بذلك يا صاحب الفضيلة أخضى بالتشجيع منك لإعطاء الفتوى اللازمة بإجازة طبع صورة الكعبة المشرفة والمسجد النبوي على ساعات اليد وساعات الحائط وذلك لتقديمها إلى الجمارك أثناء استيرادها لا حرمنا الله منكم موجها دينيا والله يرعاكم جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الأصل في تصوير ما لا روح فيه من الجبال والزروع والأشدار والبحار وسائل الجمادات الجواز لكن قد يطرأ على ذلك أو يتصل به ما يجب منعه وطبع صورة الكعبة المشرفة وصورة المسجد النبوي على ساعات اليد وساعات الحائط من ذلك فإن كسوة الكعبة مكتوب عليها آيات من القرآن وجدار المسجد النبوي مكتوب عليه آيات من القرآن وأسماء الله وطبع صورها على ساعات اليد أو ساعات الحائط يستلزم طبع صور الآيات معهما على هذه الساعات وفي ذلك تعريض آيات القرآن وأسماء الله تعالى للإهانة بجماع الإنسان زوجته والساعة بيده وبدخوله بيت الخلاء وهي بيده وقيامه ببعض الأعمال يدوية القذرة وهي بيده واستحابه إياها وهو جنب إلى غير ذلك مما لا يليق من الإهانات أما ساعات الجدار التي تضي عليها صورة المسجد النبوي مع ما على جدرانه من آيات القرآن وأسماء الله تعالى فمعرضة لأنواع من الإهانات السابقة عند إصلاحها إذا حصل فيها خلل وعند الانتقال من منزل لآخر ونحو ذلك ثم في طبع ما ذكر عليهما عدول بالقرآن عما نزل من أجله من التفقه في الدين والتعبد بتلاوته والاعتبار والاتعاض به إلى استعماله في الجعاية لترويج التجارة واتخاذه وسيلة للكسب ونماء المال وقد يفضي إلى اتخاذ بعضها حجابة وحمل بعضها أو تعليقه للتبرك وللحفظ من الآفات وما يخشى منه من اللصوص وأنواع البلاء وعلى هذا لا يجوز طبع صور الكعبة والمسجد النبوي على الساعات المطلقة ويجب المنع من دخولها المملكة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرجو التكرم بإعلامي عن حكم الدين في إنتاج مجسمات فنية للحرمين الشريفين بما في ذلك الكعبة المشرفة بغرض بيعها على الحجاج وغيرهم من المسلمين الذين يرغبون في اقتنائها على سبيل التذكار جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد لا يجوز إنتاج المجسمات الفنية للحرمين الشريفين لما قد تشتمل عليه من صور لمن بالحرم المكي من الطائفين والمصلين ولمن بالمسجد النبوي والقراء وغيرهم ولخروج صورة القبة الخضراء مع صورة المسجد النبوي مما يدفع بعض الناس إلى الاعتقاد في القبال وأهلها وهذا يفضي إلى الشرك الأكبر ولما يفضي إليه ذلك من مفاسد أخرى أعاذنا الله منها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم من وضع صورة إنسان أو حاوان في المسجد وهل تجوز الصلاة في ذلك المسجد أم لا وهل تصح الصلاة في الثوب الذي فيه صورة إنسان أو حاوان وهل وصح تزيين حجرة الدراسة أو حجرة النوم بصورة إنسان أو حاوان جواب الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد لا يجوز وضع صورة إنسان أو حاوان في المسجد ويجب أن تزال من المسجد التي هي فيه ومن صلى فيه والصورة فيه فصلاته صحيحة وعليه أن لا يجعل الصورة أمامه والإثم على من وضعها ومن يستطيع إزالتها فلن يزلها وإلى صلى شخص في ثوب فيه صورة إنسان أو حاوان صحت صلاته مع الإثم ولا يجوز أن تزين حجرة الدراسة أو حجرة النوم أو غير روحنا بصورة إنسان أو حاوان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يوجد في المساجد صور لذوات الأرواح فهل تبطل الصلاة فيها وما حكم الإسلام في هذا جواب الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد لا يجوز اتخاذ الصور من ذوات الأرواح ولا تعليقها في المساجد وغيرها كالمساكن لعموم أدلة تحريم الصور خرج البخاري ومسلم في صحيحيهما والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين أصنعون هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وللتجميل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفة إلا سويته وأما الصلاة في المسجد الذي فيه صور فصحيحة ومن الواجب منصحة المسؤولين عن المسجد حتى يزيلوا ما فيه من الصور وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ماذا تقولون في اقتناء المجلات التي فيها صور هل هي من الصور المنهية عنها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد اقتناء المجلات التي فيها الصور يجوز إذا كان الاقتناء من أجل ما تحتوي عليه من العلم النافع وينبغي لمن اقتناها أن يطمس ما فيها من الصور بالحبر ونحوه أما إذا كان الاقتناء من أجل الصور فلا يجوز وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم استحاب الجرائد اليومية والمجلات التي تحتوي على صور وما الحكم في استحابها إلى المسجد وقراءتها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجوز استحابها إذا طمست رؤوسها وخير لك في المسجد أن تقرأ القرآن فتنتفع وتكون قدوة لغيرك في الخير وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو تنثال أو كلب فهل يدخل فيها الصور التي في داخل الكتب مع العلم أن الغلاف ليس به صور الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تدخل في عموم الحديث وإن لم تكن على الغلاف ولا تدخل في عمومه إذا أزيل رأس الصورة أو تمس وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنا طالب في الصف الأول الثانوي وكنت أحب الرسم منذ طفولتي وعشقت الرسم بصورة لم يتخيلها أحد والآن قد علمت أن الرسم يغضب الله ولكني متعلق بالرسم جدا وليس الرسم فقط بل أحب النحت فإني أنحت الوجوه وكم حاولت كثيرا أن أترك الرسم والنحت ولكن الشيطان كان يزين إلي الرسم وأنا أرجو من سيادتكم أن تدلمي على الطريق الذي أسلكه كيما أترك الرسم والنحت جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد التصوير والنحت لذوات الأرواح محرم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعنى المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة وننصحك أن تملأ وقت فراغك بما يعود عليك بالفائدة من القراءة أو التجارة ونحوهما من الأعمال النافعة التي تحول بينك وبين الاشتغال بالأعمال المحرمة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل كان التحرين في الفن بإطلاق أو لوقت معين السؤال الثاني ما موقف الإسلام من إقامة التماثيل لشتى الأغراض السؤال الثالث ما موقف الإسلام من الأنصاب ونصب الجندي المجهول السؤال الرابع ما الموقف الإسلامي من النحت والتصوير الكلاسيكي والفن التجريبي السؤال الخامس ما موقف الفنانين إزاء أحاديث التحرين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما كان من الفن نحتا أو تصويرا لذوات الأرواح فهو محرم على الإطلاق في كل وقت من الأوقات إلا ما دعت إليه ضرورة كصورة لجواز السفر أو لحفظة نفوس أو لمشبوهين ليتعرف عليهم أو لاختبار أو تعيين في عمل أو نحو ذلك مما يدفع به الغش أو يحفظ به الأمن فيرخص فيه بقدر الزرورة نقول ما كان من الفن نحتا أو تصويرا لذوات الأرواح فهو محرم على الإطلاق في كل وقت من الأوقات إلا ما دعت إليه ضرورة كصورة لجواز سفر أو لحفظة نفوس أو لمشبوهين ليتعرف عليهم أو لاختبار أو تعيين في عمل أو نحو ذلك مما يدفع به الغش أو يحفظ به الأمن فيرخص فيه بقدر الضرورة انتهى الشريط الرابع عشر من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وله بقية على الشريط الخامس عشر حيث نستكمل إجابة هذا السؤال المطول الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس عشر من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد الأول العقيدة ولازم مع الاسئلة المتعلقة بموضوع التصوير سؤال هل كان التحريم في الفن باطلاق او لوقت معين اثنان ما موقف الاسلام من اقامة التماثيل لشتى الاغراض ثلاثة ما موقف الاسلام من الانصاب ونصب الجندي المجهول اربعة ما موقف الاسلام من النحت والتصوير الكلاسيكي والفن التجريدي خمسة ما موقف الفنانين ازاء احاديث التحريم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما كان من الفن نحتا او تصويرا لذوات الارواح فهو محرم على الاطلاق في كل وقت من الاوقات الا ما دعت اليه ضرورة كصورة لجواز سفر او لحفظة نفوس او لمشبوهين ليتعرف عليهم او لاختبار او تعيين في عمل او نحو ذلك مما يدفع به الغش او يحفظ به الان فيرخص فيه بقدر الضرورة اثنان اقامة التماثيل لأي غرض من الاغراض محرمة سواء كان ذلك لتخليد ذكرى الملوك وقادة الديوش والوجهاء والمصلحين ام كان رمزا للعقل والشجاعة كتمثال ابي الهول ام لغير ذلك من الاغراض لعموم الاحاديث الصحيحة الواردة في المنأ من ذلك ولانه ذريعة الى الشرك كما جرى لقوم نوح ثلاثة اقامة الانصاب لمعروفين من الوجهاء او من لهم شأن في بناء الدولة علميا او اقتصاديا او سياسيا واقامة المنصب لما يسمى بالجندي المجهول هو من اعمال الجاهلية وضرب من الغلو فيه ولذلك نجدهم يقيمون حفلات الذكرى حول هذه الانصاب عند المناسبات ويضعون عليها الزهور تكريما لها وهذا شبيه بالوثنية الاولى وذريعة الى الشرك الاكبر والعياذ بالله فيجب القضاء على هذه التقاليد محافظة على عقيدة التوحيد ومنعا للإسراف دون جدوى وبعدا عن مجارات الكفار ومشابهتهم في عاداتهم وتقاليدهم التي لا خير فيها بل تفضي الى شر مستطير اربعة مدار التحرين في التصوير كونه تصويرا لذوات الارواح سواء كان نحطا ام تلوينا في جدار او قماش او ورق ام كان النسيجة وسواء كان بريشة ام قلم ام بجهاز وسواء كان للشيء على طبيعته ام دخله الخيال فصغر او كبر او جمل او شوه او جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي فمناط التحرين كون ما صور من ذوات الارواح ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها وكصورة ايسى ومريم المقامتين في الكنائس الى اخره وذلك لعموم النصوص ولما فيها من المضاهة ولكونها ذريعة الى الشرك خمسة قد ينكرونها اي الفنانون احدث التحرين ولكنها ثابتة في دواوين السنة ثبوتا لا ريبة فيه وقد يتأولونها او يدعون تخصيصها بزمن او بنوع منها ولا سبيل الى ذلك لعمومها وصراحتها وقد يرون انه حدث من الدواع ما يقتضي الترخيص فيها والواقع يشهد ان الفنانين ليس لديهم من الدواع سوى فن الجمال واشباع الرغبة والاستجابة للعاطفة والهوى والخيال والقصد الى اتخاذ هذا الفن طريقا الى كسب المال الى انثال ذلك مما لا ينهض سببا لترخيص فيها مع قيام موجب المنأ منها من النص وكونها ذريعة لأكبر الكبائر وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الصور التي اخذها لنفسي ومع اصدقائي جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد التصوير الشمسي للأحياء من انسان او حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام بل هو من الكبائر لما ورد في ذلك من الاحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الاليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور ولما في ذلك من مضاهات خلق الله ولانه قد يكون ذريعة الى الشرك كصور العظماء والصالحين او بابا من ابواب الفتنة كصور الجمينات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم التصوير بالكامرة صورا عائلية وما شابهها من اجل الذكرى والتسلية فقط لا غير جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تصوير الاحياء خرام بل من كبائر الذنوب سواء اتخذ المصور ذلك مهمة له ام لم يتخذها مهنة وسواء كان المصور نقشا ام رسما بالقلم ونحوه ام عكسا بالكاميرا ونحوها من الالات ام نحتا لأحجار ونحوها الى اخره وسواء كان ذلك للذكرى ام لغيرها للأحاديث الوردة في ذلك وهي عامة في انواع التصوير والصور للأحياء ولا يستثنى من ذلك الا ما دعت اليه الضرورة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال اليكم كلمتي التالية مما اصطلح عليه الناس عادة عهدناها من قريب ومنذ عام 1390 الهجرة تقريبا كان هناك حفل للزفاف ويترتب على من زف الزوج مع الزوجة انه يلتقط لهم صورا عديدة ويصور اهل الزوج والزوجة وتقسم هذه الصور على الأخارب والأصدقاء بنية التكريم وهذه العادة لا يصح الزفاف عندما إلا بها ونادرا ما تجد في المئة واحدا أو لا تجد والعقل السليم ينكر هذه العادة فما هو رأي الدين أفيدون أفادكم الله في الإذاعة أو على الصفحات الجديدة أو مجلة الدعوة وإذا كان على الصفحات المجلة يوضح أبلغ حج قائمة في التحريم أو التحليل والله يحفظكم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما ذكرته من تصوير الزوج والزوجة وأسرتهما في حفل الزفاف محرم وهو من عادات الزفاف السيئة وذلك لأن تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقة وهو من كبائر الذنوب والأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحاعانات أنه حرام سواء كانت الصورة مجسمة أم رسوما على ورق أم قماش أو جدران ونحوها أم كانت صورا شمسية لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك ولا عن فاعله وتوعوده بالعذاب الأليم ولأنها عهد في جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها أحيانا والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى ولما فيها من مضاهات خلق الله ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمينا بملكات الجمال وأشباه ذلك ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها ودلت على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال له أحيوا ما خلقتم رواه البخاري ومسلم وحديث عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال سنعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون رواه البخاري ومسلم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سنعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذره أو ليخلق حبه أو ليخلق شعيره رواه البخاري ومسلم وحديث عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رأاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس بعذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهؤون بخلق الله فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين رواه البخاري ومسلم القرام الستر السهوة الطاق النافرة في الحائط وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كل فأينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ رواه البخاري ومسلم وحديثه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم قال ابن عباس رضي الله عنهما فإن كنت لابد فاعل فاصنع الشجرة ونال روح فيه رواه البخاري ومسلم وحديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن لا أكل الربى وموكلة ولعن المصور رواه الإمام البخاري في صحيحه فدلت عموم هذه الأحاديث على تحرين تصوير كل ما فيه روح مطلقة أما ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فأجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما ولم يعرف من الصحابة ما أنكره عليه ولما فهم من قوله في أحاديث الوعيد أحيوا ما خلاقتم وقوله فيهما كلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الصور الموجودة في الجرائب والمجلات الإسلامية التي نشتريها وكذلك حكم الصور التذكارية غير المعلقة في الحائط هل يجوز اقتناؤها والاحتفاظ بها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز اقتناء الصور التذكارية بل يجب إكلافها لقول نبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتا رواه الإمام مسلم في صخيحه لكن ما وجد من الصور في كتاب أو مجلها أو جريدة وأنت محتاج إلى اقتنائه فاطمس الصور ولو بوجهها وأبقه عندك للحاجة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ورد خطاب مدير شرطة العاصمة السري برقم شمانية وتسعين وخمسمائة والفين تقسيم سين تقسيم اثنين والمؤرخ في الرابع عشر من ذي الحجة سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة والف هجرية المرفق صورته والمبنية على خطاب مدير سجون مكة السري برقم أربعة وثلاثين وثمانمائة والف تقسيم نين تقسيم كاف تقسيم ثلاثة وعشرين في العاشرين من ذي الحجة سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة والف هجرية المتضمن بأن مدير سجون مكة المكرمة كثيرا ما يعاني من متاعب ومشاكل بسجن النساء وبالذات من ناحية تطبيق أسمائهن من واقع مذكرات التوقيف حيث يتعذر عليه معرفة مذكرة توقيفها نتيجة انتحال السجينة اسم غير اسمها واعتلى به تصويرهن وأبعث الصورة مع مذكرة التوقيف ليكون بهذا الشكل قضع على هذه المشاكل والمتاعب وأتلب تصوير كافة النزيلات بالسجن ووضع صورهن على مذكرات توقيفهن ليسهل التعرف عليهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تصوير دوات الأرواح حرام لا يجوز تعاطيه ولا سيما تصوير النساء لأنهن عورة يجب سترها وفتنة يخشى على بجال منها لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلقك خلقي فليخلق ذره أو ليخلق حبه أو ليخلق شعيره ولما ثبت عنه قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال أشد الناس عذابا يوم قيامة الذين يضاهؤون بخلق الله وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم التصوير ولعن المصورين والأمر بطمس الصور وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يرى بعض العلماء في بريطانيا أخذ صور المصلين في حالة الجماعة وصور الأطفال حين يقرؤون القرآن لأن هذه الصور إذا نشرت في المجلات والجرائد قد يتأثر بها غير المسلمين ويرغبون في تعرف الإسلام والمسلمين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تصوير ذوات الأرواح حرام سواء كانت الصور لإنسان أم حيوان آخر وسواء كانت لمصل أم قارئ للقرآن أم غيرهما لما ثبت في تحريم ذلك من الأحاديث الصحيحة ولا يجوز نشر الصور في الجرائد والمجلات والرسائل ولو كانت للمسلمين أو المتوضعين أو قراءة القرآن رجاء نشر الإسلام والترغيب في معرفته والدخول فيه لأنه لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبلاغ ونشر الإسلام ووسائل البلاغ المشروعة كثيرة فلا يعدل عنها إلى غيرها مما حرمه الله والواقع من التصوير في الدول الإسلامية ليس حجة على جوازه بل ذلك منكر للأدلة الصحيحة في ذلك فينبغي إنكار التصوير عملا بالأدلة وصلى الله على نبينا محمد وأهله وصحبه وسلم سؤال هناك أمور تقلقني كثيرا ومنها مسألة الصور التي على النقود فقد ابتلينا بها ودخلت المساجد في جيوبنا فهل دخولها إلى المساجد مما يسبب هروب الملائكة عنها فيحرم إدخالها وهل تعتبر من الأشياء الممتهنة ولا تمنع الصور الممتهنة في ذلك لأنها تدخل الملائكة إلى البيوت جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد صور النقود ليست متسبدا فيها وأنت مضطر إلى تملكها وحفظها في بيتك أو حملها معك لانتفاع بها بيعا وشراء وهبة وصدقة وتسديد دين ونحو ذلك من المصالح المشروعة فلا حرج عليك وليست ممتهنة بل مصونة تبعا لصيانة ما هي فيه من النقد وإنما ارتفع الحرج عنك من أجل الضرورة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز للمسلم أن يصلي في بيت جدرانه مستورة بصور الحيوانات الإنسانية وغيرها السؤال الثاني هل يجوز للمسلم أن يصلي بثوب صور عليه الحيوان جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد تصوير ذوات الأرواح حرام وجعل صور ذوات الأرواح في الحيطان ونحوها حرام كذلك والصلاة في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائزة إلا للضرورة وهكذا الصلاة في الملابس التي تشتمل على صور لحيوان لا تجوز لكن لو فعله صحت مع التحريم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير غضب وهتكة وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيو ما خلقتم رواه مسلم وصححة جواب السؤال الثاني حكم تصوير ذوات الأرواح تقدم وصلاة من صلى في ثوب فيه صورة ذات روح غير جائز لكنها صحيحة كما تقدم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآبه وصحبه وسلم سؤال ما حكم تعليق الصور في الحيطان وخصوصا صور الوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين لأن النفوس تميل إلى تعظيمها جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تصوير ذوات الأرواح وتعليق صورها حرام سواء كانت صورا مجسمة أو غير مجسمة وسواء كانت للوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين أم كانت لغيرهم لعموم الأحاديث الشبابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا تمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم في صحيحه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الإسلام في تعليق الصور بالحائط أو جدران المنازل جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تصوير ذوات الأرواح حرام وتعليقها على جدران المنازل حرام لما ثبت في ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريمها وتحريم اتخاذها من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون متفق عليه وقوله لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لي زوجة وجدت معها صورة عليها برواز صغير أي إطار وهي محتفظة بها عدة أشهر في شمطة وهذه الصورة حق زوج أختها فهل يجوز لها الاحتفاظ بهذه الصورة وأنا قد تأثرت منها جدا وتقول إنها تعقدروه كأخي لها فما حكمكم عليها بارك الله فيكم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد فسوير ذوات الأرواح حرام ومن الكبائر وعلى ذلك فليس لزوجتك ولا لغيرها الاحتفاظ بهذه الصور ونحوها واعتبارها زوج أختها كأخي لها لا يبيح لها الاحتفاظ بما حرم الله من الصور فكونه زوجا لأختها لا يجعله محرما لها بل هو أجنبي منها ولا يبيح لها حفظ صورته كغيره من الناس وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز الاحتفاظ بصور للصغار والصور مصوره نصف الجسم وبعضهم كامل الجسم الاحتفاظ في اليوم فقط وليس الاحتفاظ بقصد التعليق على جدران المنزل أفيدون بذلك عزيز المستمع وردت اللفوة في السؤال للاحتفاظ في اليوم فقط وربما كان ذلك تصحيفا فهو قد يقصد للاحتفاظ في الألبوم أي محفظة حفظ الصغار والله أعلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز الاحتفاظ بالصور ولو غير معلقة على الجدران أو غيرها إلا في تابعية أو جواز السفر أو نقود أو نحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يصح للمسلم أن يبيع التماثيل ويجعلها بضاعة له ويعيش من ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعده لا يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل أو يتجر فيها لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحرين تصوير ذوات الأرواح وإقامة التماثيل لها مطلقة والإبقاء عليها ولا شك أن في الاتجار فيها ترويجا لها وإعانة على تصويرها ونصبها في البيوت والنوادي ونحوها وإذا كان ذلك محرم فالكسب من إنشائها وبيعها حرام لا يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو غيره وعليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه ويتوب إلى الله تعالى عسى أن يتوب عليه قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال والدي هداه الله يرتزق من الصور الفوتوغرافية فأريد معرفة هل هذا المال الذي يأتي من هذا العمل حلال أو حرام وما المقصود بالحديث الشريف لعن الله المصورين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تصوير ذوات الأرواح حرام والكسب به حرام فإن علم ما اكتسب من التصوير بعينه حرم الانتفاع به وإن اخترت بغيره ولم يتميز جاز الأكل منه على الراجح من أقوال العلماء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال الرجل مسلم عنده آلة تصوير كامرة وقد هداه الله إلى معرفة الحق في حكم التصوير فهل عليه وزر إن تخلص منها بالبيع حيث إنها ما زالت جديدة وحيث إنه محتاج إلى ثمنها في حياته جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا إلا لضروة كصورة لجواز سفر مثلا فبيع آلة التصوير لمن يستعملها في التصوير المحرم حرام وبيعها لمن يستعملها في تصوير ما تدعو إليه ضرورة من ذوات الأرواح أو تصوير غير ذوات الأرواح جائز وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز تمثيل الصحابة لأننا نقدم تمثيليات وقد أوقفنا إحداها رغبة في معرفة الحكم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تمثيل الصحابة أو أحد منهم ممنوع لما فيه من الامتهان لهم والاستخفاف بهم وتعريضهم للنيل منهم وإن ظن فيه مصلحة فما يؤدي إليه من المفاسد أرجح وما كانت مفسدته أرجح فهو ممنوع وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في منع ذلك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أعلم أن وقت سماحتكم ثمين إلا أنني سأسرد على سماحتكم مشكلة بالتفصيل حتى تكون الفتوى مطابقة للواقع لأني على حد علمي أن الواقع نصف الفتوى باختصار أنا خريج كلية الفنون التطبيقية بالقاهرة كنت أعمل رساما كعمل أكتسب منه قوتي وكنت أرسم على ورق البردي وهذا الورق غالي الثمن بدون رسم وأغلى بالرسم كنت أرسم عليه رسوما فرعونية لرجال ونساء وطيور وكنت أعيش كأي مسلم لا يعلم من الإسلام إلا اسمه ولا أعمل أي عمل من أعمال المسلمين كالصلاة وخلافه ولكن الحق تبارك وتعالى من علي بالهدى والالتزام بشراء الله والعمل به لعلي أنال عفو الله عز وجل من النار ورحمته بالدخول في زمرة أهل الجنة أخذت في تغيير منهج حياة طبقا لشرع الله عز وجل ولم أكن أدري ما حكم الإسلام في التصوير ولكن في موجة الاعتقالات التي كانت في مصر إذ كان يقبض على أي شاب ملتحن فقبض علي في الرابع من الشهر التاسع سنة واحد وثمانين وتسمائة وألف ميلادية من مسجد ببلدتي في صلاة الجمعة وأوديعت السجن حتى العشرين من شهر يناير سنة ثلاث وثمانين وتسمائة وألف ميلادية وعموما الحمد لله على كل حال المهم وأنا في السجن عرفت من الإخوة الذين هم على علم أن التصوير حرام وعليه يكون ما اكتسبته من التصوير أي رسم هذه الصور حرام وكان لابد من تغيير عملي بعد خروجي من السجن وتم ذلك والحمد لله وأنا أعمل الآن خططا أكتب اللافتات وما شاكل ذلك إلا أن ما أطلب الفتوى بشأنه هو أنني كنت قد اشتريت مجموعة من أوراق البرد يصل ثمنها إلى حوالي ثمانمائة جنيه مصري بالإضافة إلى رسمها وتكاليف الألوان ورسمت عليها هذه الصور وذلك قبل علمي بحكم الإسلام في التصوير وذلك قبل قبض علي وأنا كنت أبيع هذه الصور إلى سياح أوروبيين على غير الإسلام ولكن هذه الصور ما زالت في حوزتي إذ قبض علي قبل بيعها وأنا الآن بعد خروجي من السجن في مسيس الحاجة إلى مال لتزديد النقود التي اقترضها أهلي للإنفاق علي وأنا في السجن وأيضا تزديد ثمن الورق الأصلي وهو ثمن الورق وأنا أعور الأسرة مكونة من أربع إخوة أي لا أستطيع أن أدخر مبلغا من عملي وأنوي الزواج من العمل هل أبيعها وأتصرف في المبلغ كما قلت لسماحتكم أم أن هذا المبلغ حرام لأنه ثمن بيع الصور المحرم بيعها ألما بأن هذه الصور تباع للأجهنب جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجب عليك أن تطمس صور ذوات الأرواح الموجودة لديك وأن لا تنتفع منها بشيء أما الألواح نفسها فانتفع بها بيعا أو برسم غير ذوات الأرواح عليها نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل توبتك وأن يخلف عليك قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك شيئا لله أعوضه الله خيرا منه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال برز في الآوينة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة فنأمل من سماحتكم بعد الاطلاع افتاءنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة وما حكم بيع ما ذكر وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الطيور وغيرها من ذوات الأرواح وتعليقها ونصبها الذي هو محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق والله المرفق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هناك بعض الطيور كالحمام والصقور المخنطة والتي تباع في الأسواق للمنظر أو كالتخفة وبما أن هذه الطيور من خلق الله ولا يوجد بها أي تغييد لذلك نرغب من سماحتكم تعليمنا الحكم في من يضعها في منزله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يعتبر ذلك من التصوير ولا من مضاهات خلق الله ولا من اقتناء الصور التي ورد النهي عنها في الأحاديث ولكن اتخاذها لمجرد أن تكون تحفى في المنازل فيه ضياع للمال إن كانت مأكلة اللحم وإتلاف حيوان ينتفع به إن كان من جنس الصقور دون فائدة مشروع من وراء ذلك مع ما في نفقات التحنيط من إصراف وكونه ذريع إلى اتخاذ التماثيل في البيوت ونحوها فيمنع ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم فضلا اقلب الشريط لنتابع بقية الأسئلة في هذا الموضوع الوجه الثاني يبدأ حالا سؤال مضمونه أن الناس في حاجة إلى وضع صورة في البطاقات الشخصية وحفائض النفوس ورخص قيادة السيارات وفي الدمان الاجتماعي وفي استمارات الاختبار بالمدارس والجامعات وفي جوازات السفر ونحو ذلك فهل يجوز التصوير لمثل ذلك للضرورة؟ وإن لم يكن جائزة فماذا يعمل من يشتغل في وظيفة؟ أينفصل منها أن يبقى فيها؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد التصوير محرم لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن المصورين والإخبار بأنهم أشد الناس عذابا وذلك لكيومه ذريعة إلى الشرك ولما فيه من مضاهات خلق الله لكن إذا اضطر إليه الإنسان الوضع الصورة في حفظة النفوس أو جواز السفر أو استمارة الاختبار أو الإقامة أو نحو ذلك رخص له فيه بقدر الضرورة إن لم يجد مخلصا من ذلك وإن كان في وظيفة ولم يعد له ضد منها أو كان عمله لمصلحة عامة لا تقوم إلا به رخص له فيه للضرورة لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما تررتم إليه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال مبنونه أن السائل لم يستخرج تابعية لكراهيته للصور حيث سمع أن الصور محرمة وهو بحاجة الناس لكابعية ويسأل هل يجوز له أن يتصور من أجل الحصول على التابعية لشدة حاجته إليها جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الأصل في التصوير وحمل الصور والاحتفاظ بها أنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنى المصورين لكن إذا اضطر الإنسان إلى التابعية في شؤون حياته من انتقال من جهة إلى أخرى أو تولى عملا تقوم به حياته ونحو ذلك وكان حصوره عليها متوقفا على الصور جاز له أن يصور للضرورة فقط وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سؤال هل صورة وجل المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا وهل الصحة للمرأة إذا انتنعت عن التصوير أن تستميل من يحج عنه والسبب منع الجواز أم لا وإلى أي من حد لباس المرأة في الكتاب والسنة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها لا في الجواز ولا غيره لأنه عورة ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها لكن إذا لم تتمكن من السفر إلى الحج إلا بذلك وخص لها في الصورة لأداء فريدة الحج ولم يجز لها أن تستميل من يحج عنها والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة فالواجب عليها سكر جميع بدمها عن غير محارمها لقول الله تعالى ولا يبدي نزيمتهم إلا لبعولتهم أو آبائهم أو آباء بعولتهم الآية وقوله سبحانه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لقد دلغنا من بعض الناس أن الصورة حرام وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي توجد به الصور هل هذا صحيح؟ وهل القصد من هذه الصورة المحرمة المصورة كهيئة الآدمي الحرام يعني المجسمة أم هي تشمل جميع التصاوير كصورة الموجودة في الحفيظة والموجودة في الفلوس إذا كان التحريم يشمل هذا كله فما هو الحل من إخلاء البيت من هذه كلها أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض نعم إن صور جميع الأحياء من آدمين أو حيوان محرمة سواء كانت مجسمة أم رسوما وألوانا في ورق ونحوه أم نسيجا في قماش أو صورا شمسية والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة لأموم الأحاديث الصحيحة التي دلت على ذلك ويرخص فيما دعت إليه الضرورة كصور المجرمين والمشبهين لدبتهم والصور التي تدخل في جوازات السفر وحقائض النفوس لشدة الضرورة إلى ذلك نرجو أن لا تكون هذه وأنفالها مانعة من دخول الملائكة البيت لضرورة حفظها وحملها والله مستعان وهكذا الصور التي تنتهن كالتي في الفراش والوسائد نرجو أنها لا تمنع من دخول الملائك ومن الأحاديث الوالدة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويوم القيامة ويقال لهم أخي ما خلقتم رواه البخاري وعلي أيضا عن أبي دخيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الردى وموكله ولعن المصور وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لدينا كينة تصوير المستندات وكثيرا ما يعرض علي تصوير الحفاظ ورخص وما في حكمها بمعنى أمن إذا صورت الحفيظة صورت الصورة فهل إذا صورت الصورة التي بالحفيظة وغيرها هل علي بذلك شيء لحديث النهي عن التصوير أمن بأمن موظف وقائما بعمل التصوير فأرجو أعطائي حكم التصوير للصورة أو بعضها مع الدليل دواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تصوير كل ما فيه روح من إنسان أو أنعام أو دواب أو طيور أعنى ذلك حرام سواء كان ذلك مجسماً أم غير مجسماً وسواء كانت الصورة كاملة أم بالوجه والرأس فقط وكذا إعادة تصوير الصورة إلا إذا كانت هناك ضرورة كالصورة لجواز السفر أو الطابعية ولا يجيز اتخاذ التصوير مهمة يكسب منها للمسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لقد اطلعت على صحيح البخاري وقرأت قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مصير في النار إنني أعمل في التصوير منذ ثمان عشرة سنة في التصوير الفوتوغرافي الذي يطلق عليه التصوير الشمسي كتصوير الإنسان والحيانات وغيرها من الكائنات وأنا أعمل الآن في قسم التصوير في المصانع الحربية لإخراج الصور التي تحتاجها المصانع في المشارات وغيرها وقد توقفت عند هذا الحديث أخافني كثيرا لذا أرجو من سماحتكم إستائي عن ذلك علما أن مصدر رزقي منذ ثمانية عشر عاما وهو حتى الآن دخلي من التصوير جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو حيان حرام إلا ما ألجأت إليه الضرورة كصورة تضع في حفظة النفوس أو في جواز سفر لمن اضطر إلى السفر أو صور المجرمين وأصحاب الحادث الذين فيهم خطر عن الأمن للتعريف بهم معونة على ضبطهم وقت الحاجة إلى ذلك ثانيا طرق الكسب الحلال كثيرة فعلى المسلم أن يسلك سبيلها بعدا عن حرم الله وتجنبا لمعات نديدة يسر الله أمرنا وأمرك وهيأ للجميع طريق الهداية والرشاد أما ما مضع فنرجو أن يعفو الله عنه ونوصيك بالتوبة النصوح وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يوجد لدينا آلة تصوير مستمدات وسكوك أرضي من فضيلتكم إفادتنا عن تصوير دفاتر خفائث النفوس والمستمدات التي تحمل صورا وما شابهها هم هو مضاح والسلام جواب الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد إن الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم لما ثبت عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهؤون بخلق الله متفق عليه وفي حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم فالتصوير لكل ما فيه روح من آدمي وحيوان مميئا لما فيه من مشابهة لخلق الله لكن للضرورة يدوز أخذ صور للتابعية والجواز وصور المشبوهين وما عبى ذلك فلا يدوز وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الكبائر سؤال يقول السائل إنه وجد لبن حزم قولا فيه إن المؤمنين يأخذون كتابهم بأيمانهم والكفار يأخذون كتابهم بشمالهم والمؤمنين من أهل الكبائر يأخذون كتابهم من وراء ظهورهم فبينوا لنا جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض نذهب أهل السنة والجماعة أنه من نات على الإيمان يتناول كتابه بيمينه ولو كان مرتكبا للكبائر وأن من نات على الكفر يتناول كتابه بشماله من وراء ظهره وهو بذلك يمثل هيئة الفاتر المتألم الكاره لما يتناوله ولكن لا بد من تناوله وهذا هو الذي دلت عليه النصوص فإنها من يذكر فيها بالنسبة لتناول الكتاب إلا مؤمن ولو مطلق الإيمان وكافر وإن اختلف نوع كفره أو تفاوت الدرجته وقوله تعالى وأن من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبور الآيات هي في الكافر كفرا يخرج عن ملة الإسلام لخبر الله عنه بأنه لا يؤمن بالآخرة في قوله سبحانه آخر هذه الآيات إنه ظن أن ليحور أي يرجع إلى ربه للحساب والجزاء ولا منافاة بين خبر الله تعالى عن الكافر مرة بأنه يؤتى كتابه من وراء ظهره وأخرى بأنه يؤتى كتابه بشماله لإن كان الجمع بينهم بأخذه كتاب عمله بشماله من وراء ظهره كما تقدم فإحدى الآياتين في بيان العدل الذي يتناول صفيفة العمل والأخرى في صفة التناول وهيئته وما ذكرته عن ابن حزم من تناول مرتكب الكبائر من المؤمنين كتاب أعمالهم من وراء ظهرهم فنقلك عنه صحيح لكن قوله رحمه الله في ذلك غير صحيح لما تقدم فالصحيح ما تقدم وهو مذهب أهل السنة وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قال تعالى الزنة والزن فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وقال تعالى والذين يرمون المحصنات فن لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة وقال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فهؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الكبائر ولا يوجد من يتبق عليهم الأحكام وماتوا أهم غير تائبين فما حكم الله فيه يوم الكيامة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض عقيدة أهل السنة والجماعة أن من نات من المسلمين مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب كالزنى والقذف والسرقة يكون تحت نشيئة الله سبحانه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على الكبيرة التي مات مصرا عليها وما آله إلى الجملة لقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وللأحاديث الصحيحة المتواترة الدولة على إخراج عصاة الموحدين من النار ولحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزموا ولا تسرقوا وقرأ آوات النساء يعني الآوة المذكورة وأكثر نفل سليمان قرأ الآوة فمن وفى منكم فأجله على الله ومن أصاب في ذلك شيئا فعوكب فهو كخارة له ومن أصاب منها شيئا من ذلك فسكره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل الذي يزمي ويشرب الخمر أمكن لنا أن نقول له أنت كافر أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يقال لمن زنى أو شرب الخمر أن تكافر عند أهل السنة والجماعة بل يقال فيه إنه مؤمن بقدر ما فيه من إيمان فاسق بقدر ما فيه من ناصية وما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزمي الزام حين يزمي وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن الحديث فمحمول على نفي كمال الإيمان الواجب لا على نفي أصل الإيمان بدليل أنه ثبت على المبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر عند البخاري أنه قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر وكان أبي ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندب وقال لا إله إلا الله أغفر له وبذلك يجنع بين أدلة الوعد والوعيد ويعمل بها كلها ولا يرد شيء منها لكن من استحل الزنى أو السرقة أو شرب الخمر وغيرها من المحرمات المجنع على تحرينه كافر عند أهل السنة والجماعة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هم المؤمن يخلق في النار إذا كان يؤمن بالله وملائكته إلى آخره ولا يؤدى الصلاة يعتبر المؤمن جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يخلد المؤمن في النار ومن ارتكبه من كبائر الذنيب غير الكفر ومات عليه بنتابة منه يكون بجي تحت نشيئة الله إن شاء عذبه ومآله إلى الجنة وإن شاء غفر له ذنيبه قال تعالى إن الله ما يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وتارك الصلاة كافر كفرا أكبر يستحق به الخلود في النار كسائر الكفار وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كيف نحكم على من مات وهو مدمن للخمر وقد حذرناه وهو على قيب الحوات فلم يتب فلقي حتفه وهو مدمن للخمر هل يجب علينا أن ندفنه في مقابر المسلمين وما حكم من قتل نفسه متعمدة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا مات المسلم وهو مصر على كبيرة من الكبائر كشرب الخمر والربع والزنا والسرقة ونحو ذلك وكذلك من قتل نفسه متعمدة فإن مذهب أهل السمة والجماعة أنه المؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وأن رضو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنابه نغسله ونكفنه ونصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ما لم يستحل هذه الكبائر في قول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولما تواترت به الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من إخراج العصاة من النار يوم القيامة يا بالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يدخل الجنجي في الجنة لأنه يقتل نفسا حين وقع النزاع للدفاع عن وطن جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض نعم إذا مات على الإسلام وما ارتكبه المسلم من كبائر الدنيا بدون الشرك ثم مات على ذلك غير تائب فإنه تحت نشيئة الله سبحانه عند أهل السنة والجماعة عملا بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآوة من سورة النساء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال علمت من بعض الذين يعرفون والدي أنه قتل عدة أشخاص في زمان السلب والنهب وأن والدي توفاه الله وانا تفل صغير وبعد علمي بذلك أصبحت محتارا كيف الطريقة التي أقدر أن أعملها عن والدي حيث إنه توفي عيضا ولم يؤدي خريبة الحد وقد أديتها عنه علما بأنه لم يخلف من الأولاد سواء فهل أتعن عن كل واحد مسكين ماذا أعمل أما اعتاقا لرقبه والله لا أستطيع أما السيان مشكلة عليه دهور كاملة فأرشدوني إلى الطريقة جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد من مات على الإسلام وقد قتل نفسا أي نفوسا عنده فهو ممن ارتكب كبائر غير الشرك وهو في نشيئة الله إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثم تكون المقاصة بينه وبين قتيله في الحسنات والسيئات والذي عليك لدي والدك أدعاء له بالرحمة والمغفرة وصدقه عنه عسى يرحمه الله ويعفو عليه وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الشخص الذي لا يؤدي أي تفريضهم من الفرائض المكتوبة كالصلاة مع أنه سيال من معافة ويعمل الخير للناس ويبتعد عن الشر ويقول إن الله غفور الرحيم يأمني لا أعمل الشر ولكن يحب عمل الخير وأيضا بعض الناس يصلون يعملون الخيرات ولكن هناك أشياء يعملونها مثل الزيمة ورربة أو شرب الخمر مع أنه محافظ على الصلوات كلها فما الحكم على مثل هذا الشخص الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض جواب أولا ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قوله العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وما جاء في معناه من الأحاديث ثانيا فعل الزيمة كبيرة من كبائر الزنوب وكذلك التعامل بالربة وشرب الخمر وجميع هذه المعاصي من الكبائر لا يخرج فاعلها بفعلها من الإسلام إذا لم يستحلها فعل الزيمة كبيرة من كبائر الزنوب وكذلك التعامل بالربة وشرب الخمر وجميع هذه المعاصي من الكبائر لا يخرج فاعلها بفعلها من الإسلام إذا لم يستحلها لكنه على خطر كبير وإن مات مصرا عليه فهو تحت مشيئة الله سبحانه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر كبيرته وما آله إلى الجنة لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل سيدنا آدم خرج من الجنة مطرودة وهل تتلاحق الخطيئة على أبنائه من بعده جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أخبر الله سبحانه أنه أهضط آدم عليه السلام من الجنة بعد أن عصر في النتاب عليه كما أخبر أنه سينزل الكتب ويبعث الرسول والأنبياء فمن أطاع فله الجنة ومن كفر فله النار قال تعالى قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم هدى فمن تبع هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم مرتكب الكبيرة مثل القتل والسرقة والزنى ونحوه في ظل دولة تحكم بغير شرع الإسلام مع الأدلة الصحيحة جواد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد من ارتكبها وهو مشرك شركا أكبر ثم مات على ذلك فهو مخلد في نار جهنم وإذا تاب منها ومن الشرك وعننا صالحة ووفر الله له وبدل سيئاته حسنات قال الله تعانى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك والقأسان يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقلب فيه مهام إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأميبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا الآيات إلى قوله سبحانه وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام يجب ما قبله ومن ارتكث المعاصي غير الشرك بعد أن دخل في الإسلام فالقول الصحيح فيه قول أهل السنة والجماعة أنه مؤمن بقدر ما فيه من إيمان فاسق بقدر ما فيه من كبائر الذنوب غير الشرك بالله فإن مات عليها غير طائب فأمره عند أهل السنة والجماعة مخوض إلى الله إن شاء عفا عنه وغفر له بسبب إيمانه وإن شاء عقبه بجرمه قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى وآخرين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور الرحيم وعن أبي ذرر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق رواه البخاري ومسلم وغيرهما ودلت أحاديث الشفاعة الصحيحة المتواترة على ذلك تفصيل فرجى إليها في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السلة هذا إذا لم يتوب أن من تاب منهم فقد كتب الله على نفسه أن يتوب عليه كما تبين ذلك من النصوص السابقة وغيرها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ورد في كتاب الكبائر للشيخ بن عبد الوهاب حديث من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أنا في الجنة فهو في النعر أو ما في معناه دون تخريج للحديث ولا تعليل له تفضلوا بالإفادة عن صحة هذا الحديث وعن تعليل معناه انتهى الشريط الخامس عشر من كتاب فتوى اللجنة الدائمة للبحث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش المجلد الأول في العقيبة وله بقية على الشريط السابس عشر الذي سوف نستكمل عليه بإذن الله الكلام في فتاوى الكبائر ترجمة نانسي قنقر